موسيقى سيشان مضوكا المطعم كي دي مارا كيف اشترت الامور انتاعه من ناحية تشغيل الخدامين كيف تشمشي ومواجهات على المشاكل انا احب نحكيه شوية قطي اوبراسيونال اوكي مع الاول كي بدينا بدرنا الفكرة الاولية عن انطلاق المشروع بدرنا توظيفة الناس قلنا على حساب الموني هاوش لازم نخدموه لا اصال كلش ملا انا نخدموه داونا سيجون الله يبارك باسم النام ان شاء الله من اعلا الاول ويستعون الكو بلي كما قلت لك كما كان التوقع لانو الحمدلله كينا شعبية كينا كم يقولوا منطق انو راح يكون غاشي الله يبارك يكونو زبان المتزاف خدمنا هذه 15 يوم من الاولى الحق رمضان القيناب اللي لازم نبدلو كامل موني ونديرو انه بس موعد اخر الموعد على رمضان ماشي من الموعد يخدم بهم في النافريا مثلا لولين عاوز زيد ان فيستي زيد يشيري منا هكدايا زيدنا تخلنا التجربات على رمضان تخلنا التجربة واحد اخرى كامل وانا كوما نخدمش الميفي نخدم بسما بقيت في السيرفيس شوية كومبليكي بس كونا انت يجيك مثلا زابون انفامي متكفي من احد اخرى زوج 3 ا 4 ام ليبوا يخرجوا بالتجريج وانتارك تمشي في السيرفيس تاعك لان يخرجوا لك في رمضان كومبلي هاي حاجة سحبة شوية فرمضان الناس يفتنوا كامل اذاربع تجربة اخرى خدمنا 15 يوم تجربة احنا خدمنا شهر في رمضان تجربة اخرى ارانا تعلموا منها ارانا تعلموا وانا شوفوا اللي يفوت انني يقليوا فيهم قال هاد لا بارتي اه اعطينا الحق هكتر من هاد لا بارتي هاد لا بارتي مكنش لسن بلي في اي خدمة اراني ننماركي انا ايا هاد مقام المشروع هل ينجح او بدأ تمالك باللي ما فيه هاشي وديمه لحنا ما كاش كامل الشكل بس كالنا الحمد لله كنا نخدمه ومنع له احنا كامل الحمد لله هذا وش قلت لهم قلت لهم كيكون ناظر ما احنا نديروا بدي بريفينغ الاشي او على وش نيوم المشاكل اللي واجهناه نقول لهم باللي احنا مشاكل انها هي حلول تعديل الستورنة اخرى احنا عادنا بروبلام بس كنا نخدم لها يبارك بس كنا نخدم لها هذه عادنا خدمة هذه عادنا خدمة لا يبارك نحن يحوصوا عليها نحن يحوصوا انها هي حل بالنسبة اليوم حنا رأينا مشكلة نستغلوا الواجهة الحمد لله ويومين انا نديروا بريفينغ قال اليوم من الحقناش باش نديروا السيرويس لعلاش قال مثلا اوكي لا يباركين انا نغسلوا موال من الحقناش علاش واش كين نزيدوا اليفكتيف يومين فيها يومين غارق فيهم لا تستطيع الامجينة بس كنا نكتشف كنت في الكوزينة عندي لازاشة درتهم في الليلة اللي حقوني طيب خرجنا لي بران نروح لدارنا كوزينة صالة بلانج باركينغ ألف حاجة عربي تكتسب خبرات تحت سير المطعم خلوش لانه يشامكوك الكوزيني اللي عنده دي فيش تكنيك ديره لا لازم بتكون في هد الأمور بسكرك انت وصحة بالشركة حبيتها فلول وانا حبيتها شليكسريني لا لا حبيتها حبيتها كانت تحدي كانت تحدي بس كوانا قلتك شوف عندي واحد مني زون الله عز وجل الحمد لله ما عند ربي انا ما يطيح ليش الموراة ما نطيحه الروحين ما يطيح لي ما خليه يطيح لي شغل ما نقولش اه لا 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 الله شارجو انا رجل احنا راني نخدمه العجلة وكنا نستنفيها من الأول ولا زع ما اليوم دلنا موفي سيرفيس دخلنا فرحية زع ما اليوم اشكاو منا اوكي وش لازم نديره ما نحكيش انا نحبش نحكي بزمع المشكل ما نحبش نحكي زما اه اليوم اتجازابون والحم نلقاه عاصي نبدو نحضروا غرف السوجي اوكي الحم عاصي علاش عاصي وشنو ماليبون والسرع ما عارفناش نخيل الحم توجور دير روتور ليك حناية كشركة ولا انا كيشمكوك ما راناش ملاح لازم نستعرفوا بيها نبقوا في هاتي الخمام وورا انا مليوني وورا نتحسنوا بس صح علاش انا نتقلق ونحش تحلي المورا ما كوش زما موجود قال احلام بيضاء زما قال احليف تحليس طورو وكلش كنت نتوقع الامر وندرت له محساب وملي راح يكونوا ومازال يكونوا ومازال يكونوا ومازال يزديكونوا لك هذي شغول خطة متوزية رامي شغولك تخدم عندك انتقادات راميجوك عندك برك هذي كما يقولوا الانتقادات اللي غير بناءة اللي تسيب ليك انتا كشخص انتا ما هذيك شح تكون في المنصب هذيك هنا نفهم هذي التعليق هذيك هذيك نتقلق منه وممكن نرياجي ممكن ما نيراجيش فيه حتى ما ممكن ندخل فيه يرد اخذ ورد معلي علق فيه بس كون نفهم باللي ما جايش انتاقد برودوي ولا انتاقد انه هذك يشامكوك انه كان في طابونا ما عندوش الحقيق يكون عنده الاسطانون يشامكوك ولا عادر الاسطانون كبيرة يشامكوك ولا هذي السلسلات المطعمة يشامكوك يفهمت ما يشغل تحت الاسطانون نقرعها يلتمكوك شوية نتقلق قدو اليامات الاولين نحكي اما تعجيت انتا قدو تقول لي خدمة نقول نتحيلي تقول لك انتك الحقوي نستعرف راني عنا نقابل ووش حبيت نعاودولك نعاودولك راني هنا باش نعارجو توجير باش نكون بإذن الله احسن شاركة مطعم في الدزائر واحسن سلسلة مطعم الدزائر بإذن الله الله يبارك بكك كيف بدتو التجربة المطعم؟ هاول الخدامين بدو يخدموه النظام بتاع العمل هل مزالوا لحد الان ولا تبدلوا وتحسنوا لنا؟ لا لا تبدل تبدل تحسن بزاق انا مع الاول بديت نفتحت مطعم لك الحمد لله يا ربي اراني مؤسسة احنا كي بدينا مثلا الستوران تهيشم كوك غريل المرة الاولى فولة فايت نقدر نقول لك تسعين بالمئة لخمسة تسعين بالمئة الموظفين ليحوش على استراتيجي ما كحش الادارة ما كحش كانان كومتاب ليحسم لك ما بيع تاعك ويدي لك امر ادارية مع لي زانبو وكل جميلة مثلا كومتاب لواحد بكم كشن دي افسي ديركتورة فورة كما قلوا ديركتورة فينس كان يدرس لك مليح الوضع المالي تاعك قالوا وينك رايح بس احنا ديش كانوا عندي الديدات عندنا دويون احنا بدينا نوقع نبيجي وزنادنا علي دويون بقنا نخدم وخلصوا في الديون ذو كان نخدم يجيني تلفوني يصني يعطاني اسلام مزا ما خلصتوش هاك 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 معدناش رؤية واضحة بس كبيرة على الامور الادارية تانا معدناش مثلا مسؤول موارد بشرية هذك الجيلون اللي جبتوه هو يدر كلش هو اللي يقابل الخدامين هو اللي يدر معلكم طبش يخلصهم هو 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 يروح يروح معك كلش معدناش ادارة قوية بس كبير معلومة كانت الفكرة انه ندينو مطع على مدينة في المطع مور ما خلصنا شوية الدين وكما يقولوا الكمان معالي فونيسا دي مور ما خلاص رمضان عودنا درنا تعني الموني ورين الموني تعالج جدا نخدمو فيه درنا موني حتى انهم مرش يتيجي وش مليح وش مجي مليح انفو خلصنا الدويون تعنا الحمدول الله تحرق الستار اه اه بس كبيريوده صغيره بك 19 مارس 22 جوان انا شوف عندك من اكتوبر واني اجري شون موران مو نحوش الى فورن يسير نحوش الى فورن يسير هادية منا بدينا اللي ترافو في جنفي ديت اللي ترافو تلتشور وخدمنا تلتشورت ع رمضان ومقبل رمضان ومو رمضان انا قلت لازم راح نستحفه شوية زعمة اه يا قلتهم من الضارين انديكم تستحفه وعلى بدي ما كش نجير الضار منا وغبت عليكم بزاف بريفي يومين ريحت يومين تمك بتيزي وزوي عاو توليت عاو توليت كما قلنا راني توجو نعالج المشاكل تعلق الخدمة عدنا واحدة روسية اللي هي فيونداشي فارسي كننديروها كانت التلسق يسيح شوية الفورماج ادخلت عطناشت علي وقدم ندخل في اللي وقدم ندخل صباح كومبروم ومنا كما يرغل الدار ادخلت سيامو كمنا اللي دو جور تاع فاك ومساعدك قلت للمرأ قلنا ندخل رسطار تلازم نحل ليقلي لا فيش تكنيك تاع فيونداشي فارسي قلت لي اراك عيام وقدم نرقض وقدم عش نرقض نرقض نخمم في عشونا الكنرقض خدام ورحت حكمت فيونداشي خدمت هذي عارسة هاكدا هذي هاكدا هذي هاكدا بش نروح لمركيها مش نشفق على الحنى درت متلا انها وشح نسبتها للحم ومع نسبتها ايش حام ما كيفش خدمتها هذي هادي ورحت للبيرو وكليكيت عبس على اللومبا مش نشعلها مش نرفده ورغة ضربت اين ماز عادة شخص تفضوا تحركت اللومبا اوكي قلت الماركي في النوت في النوت على تليفون درت روتور عاوت رحت الكيمان عبوشي يعني نخدم ورحت وجهت اللاقريات شعلتها من هي مش تسخن من طيبة هادي ناروسا هادي ناروسا هادي ناروسا ماركي قال هادي لاسقت هادي ما لاسقت فعلا هادي طابعة مني هادي طابعة نستياب ديقريتا سخانه نسمع التارتاق تاك 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 ye وانا انقصر معه البرونجور وانا عندما عندنا البرونجور يخدموا في الليل كي تخرج تليكيب تخرج تليكيب لإيمتا على الليل ايتنا الطوعية اللذي كنت ندّين واحد برك انا يقصر معاه الا انا نقصرون انا عندنا زين قليدين رجاء والحزم بتا يزيد بع��ش يحبس لحدها خلاص اي كنت نسمع ان انا عادرا معا وانا نسمع نحس او يجي خسد ما لايش منتباه له شامبر كما يقولوا أين باتوا خدامي ندخل الستونو فرانو كليماتيزر جوان سخانة هلون انتبهوا باللي الكليمة بدت تسخن خرجوا يشوفوا يشكاير كي خرجوا النار تعالع في السمح وان خرجوا من السمح وان بيعيطوا هيدا اه النار النار هاربت هاربت نيجيريا بك عودت وليت فكرت بلني مقاري تونوبيل قدام من دخلت على الستونو عود درت هذا وان شاء الله يكون عندي مفتاح بس كون ما ديش مفتاح من عجل ندخل وان بايش وانا يدور النار ولا يلحقه معا خرجت معا كانت النار قوي على نايب بارك عودت لنوة ستونو بيل درت المشاري ياراني يشوفوا ان رايي النار من الفوق وان تحتها ما كاشها ما فهمت كنت حارقوا لي ريستونو وانا ليعني ليسانس من النار ايضا وان باداك مزينة شغل كنت تتمك كي خرج هذا فهمت بللي شعلت في الكابل يرام رايحي فوق الفو بلافا فوق البيات راز واناك ريستونو مخدم بالقرمود الانين دوروش البوليستيرين كامل سريعة الاشتعال وعازلة للصوت وان كانت صالد ديني انا رجعته الريستونو قدر الله مش افعل هذي هذي اشترا صباح شعلت الريستونو منا ايا انا كنت امك الحمدوليله سمامشي قال كنت في الدار وشارتك اعف ساكي مهدي نقدر نقول لانا بلك عارف يدخل لك توسوي صغاروا مني شعلوا لي ريستونو وحرقوهولي شو تغيضك تبقى في كذلك الحرقة الداخل الحمدولله كنت تمكتما لا لا تحرق الاسطورنو واحدو وانا كنت عنا وانا سباقى انا عم بصلي زيت تحرقت قدر الله مش افعل درت لايف ودرت فيديو منا جاولي بومبية طفاوها جاولي كيب مساكن لي كيب خرجتنا اشتعال ليل سيبوه وغلقوه رايحين يرقدو نوض نوض الاسطورنو يشابكو كتحرق ياو دوو كناخ دامين اخويا عيتلو كتحرق الاسطورنو قالو صباح ولا بس بسمة تحرق الاسطورنو واحدو قالو كيب بكتوه بالتحرق الاسطورنو واحدو قالو ججيري جالي حقلتما هكذا يصاوصي وانا نورمال قدر الله مش افعل في مجال جدير مناولي سيحدثوا يتسسقه بعض الأعلى بردام كنين سيكون من ديام بدنا نخرج ويشبكنا في مجال يتسبقوها علينا ويشبكوا كانوا يستيقظوا ويشبكوا يستعادوا ويشبكوا تأتي ويشبكوا chee ونزلوا ويشبكوا لا وكفاء ويشبكوا انا ادخل ديركتهم معك في سحل 4-3 شهور الحالة النفسية تاها مكانش زي ما اقول نورمال احنا عودونا بنوريستورو مين جاتك هذه القوة دي؟ هذه قلت لك انا واش نحك لك مقبل ما نحبش نعالج نحضرش في المشكل نعالجه بركيا واشكو واش من نسباتك ان نرى احنا وزارها ايضا ونبدأ الخمام وكارة حياتي وندخل في اكتيئاب انا عند رغر روحي نصوطيها قد ما راح نصوطي هذه المرحلة قد مراني ان ديركتهموني الشغل بالي بالحل ونشي شغل بالمشكل الشغل المشكل تتكرى حياتك المورال المبيطة لك الانتاجية تاك تنقص هذه هي قولي انا ان نبدأ نشوف علاجة صراوية عربية وعليش غيرانا وذلك الحضرات عنا بورتوك اتعرف كيدي بدأ يقول لكم علاج غيرانا ويغيرو مني وحس دوني نروحوا ديركتهمو تحرك لستورو هاداني شفتوا بعيني اذا كوش كين مورا اشعال هنريح ناخد وقت اليوم يومين اذا كان خدمه انا منذ كذيرك منذ كنت كلان عربي بس كو علاج كينا نقطة تاني لخلاتي نعيش هادا السيتياسيو انو الحمدلله مشاروع نجح مشاروع نجح ملكوتي اداء خدمنا هادت التشار كانوا عدنا دويون حمدلله حقنا سدهم تما كين مبيعات هادا وصح في البروشي بس كو مراناش تحرك نارستونة بس كو ما عندناش مبيعات ولا هادا مشاروع افشل بس كو ما عندوش اداء لا لان المشروع كلا بس بيس صارت حاجة مقدرة ما عند ربي بعدين مشيقا احنا ادنا ديسيزيون ما ولا شو جو زباني ولا ما نجحناش في المشروع ما بيعناش مدام هاديك مكاش حمدلوك مزاني مأمن بالمشروع تاعي انو اللي حكت في واحدة النقطة وين المشروع تاعي عندو ينفالورت تحرق ما تحرق شرب لا فالورت ما زالها لعناية دوك اخمت بلي دوكار حمدلله احنا قدر نحضر خير منك نحضر بكري كما نشت مع المستثمر الاول ما كانش عندي لي دوني دوك عندي لي دوني قال عندي لي دوني هاو الاستثمر ادي لي تحرق هاوش حال دخل فيه ارباح من النار الحمدلله ثم نقدر نقاوى مستثمر واحد اخر مثلا إلا ما قدرش نعود اعناو المستثمر انا نمعه نعود ونطلع على الاستثمر في ذاك الوقت كانت تمنيات تسعة عشرة عشرة صباح احنا دوكا كما يقولوا خلفية هشام كوك صانع المحتوى دوكا احنا وينبار نتعود طبيعات هشام كوك صانع محتوى شفت كانت عندنا بوشري من درج الشمبر فروات قلت لهم الحم وش كان فيها عايتون البوشي يديروا في الكمية دا يصدقوا هاك دايا وقلت لهم وش سلغسر لها غالة بدوكم نشوفوا كيف يش نديروا انا يشوف فيها كان يخرجوا سلعة يحطوها في الكمية وفريقو كانت الوقت تالي حداش هاك دايا كمنا وقت الفطور شكاعتها على الجمر كانوا استفاهم اكوتي حسنا انا يشوفوا محتوى انا يشوفوا صانع محتوى صانع محتوى يقدر يروح بري بلي هادا ينصنع بفيديو فانت كيفاش يصنع محتوى يميين ودي الستوري ودي الفيديو تلقا كما يقول عندو احد الريفلكس بلي ايجب التليفون يصور هاديك جاني هاد الريفلكس بلي لو كان دوكن دي الفيديو نصورو نعود انو الفكرة اني توجه نتبنى انو لازم نفتر تاع البروشي تاك هادي الفيديو هادي الفيديو رح يزيد فلا فادر لي كيب اصفروا شو دقيقة ديلوا تشوفوا شوية ديل الجمال واشحن طيبوا شوية خير تاكلوا ماملو كان دوكن دوكن تحريق الستور متو مدل حقوة ناشتر تاكلوا مراكم مش كما يقولوا ربوات احنا نشاري لكم ما وعندي الحمل عجر نشاري لكم انا قدرت قتلوا ستشو تليفون في نفس الوقت كنت نقرا في الميصة جنايا بثمانية احداش كان ناس كانوا يبقوا مساكن انا احبنا سكا لها دعم الله يبارك دعم كان ماشا لانس كاملت بارطاجي هايدا وكانت خايدتهم كما قلت انتشافوا روحهم فيه يشامكوك تمادل مسكين مشروع افشل فيه ولا تحرق الوزعمة وماش يفشل تحرق الورسطورتها انا لقيت عندي واحد المسئولية ان نوصل لهم وانا نعود نطمنهم تقريبا هايد قال انا الحالة النفسية تاعي ماشي كما كنت توقعوا قال انا الحمدلله توفا بيوم نعودون بالنورسطور هاداك كما انتم متبعتوني وشجعتوني اعطيكم الصحة اسوا في يوتيوب اسطاقرام باك كدرت المشروع وحبيتوني الخير دوكا انا نقول لكم بلي ما اتخلقوا ما اولون نعودون ونطلعوا نفاميتيعي اسحابي قربعليا كامل دوكا انا مسؤوليتي انو نعود رجع لهم دوك فانا قلتوا انا نديروا شوية لي كيباني اتشوف شعلوا الجمر هاقده وجيبوا ستف كلينة ما شاء الله بارتاجي الفيديو الفيديو هادي كان عندها اطار كبير كتر من ليك تحليق الستارو انو كان تحليق الستارو ناس كمان بارتاجه بزحة ردت الفعل غلبت على الموسيبه ليسرات انو تحت تحليق الستارو وكان عندها اا نقولو كان عندها موجه ايجابية بزاف كبيرة شوية سيد بيا فوح الديدية طي بلاي انا متباتلا مش بارك ثلثة أيام وراء بكرونك شنة هي هما دوك ديرنا هذه الفيديو الله يبارك يبارط هاشي وين القانوات كوبراس كاينيوز العربية حبو نديرو معي ليقا هايدا فوحلا نحضروا على كيفاش جدك هايدا فوحلا نحضروا على كيفاش جدك الريف ليسرات بالفيديو هاديك كيفاش حتاجتك تخمام هاداك اما انضرايك من الموسيبه هاديك منها حبو يفهمو أشو كيباش أسترون التحرك نتدير شواش ما قدرناش نظر بالأحداث هادية الحمدولي الله قصرت معه مقدوم ذات الإستوري فهمته مشكين وش معكاش قدت لك القتل السيل بي برك هذا موهم بزم نهدر عليها النقطة هادي كان الناس اللي قتلك توجر ما يحبوش هذيك ليماش هذا إنسان جاهب بطبونا ما قدر يسترونه هذا إنسان تحرق له الإستوري ما ننظرش وما يحبوش تتبنان تذيك ليماش ولا تكون عندك آيالا لما يحبوش إستوري تحرق له وقوة إيمانه والرياشه هذا لأن السيلونز حرقها بشري كبيره والسيلونز وهنا السيلونز وما نتعاملوش معانيائيا أمور اللي لازم تعمل معه تكون شريطانوبيل دي السيلونز ونديره والسيلونز ما نحوص ري كبير من السيلونز ما كانت عندي لسيلونز تاعة ليه طابلس مو الهيجنبو كان ليه طابلس مو كما قلو ليه مبني ريكريتو فيها السيلونز تاعو هذا يكتب على المرشي خاطئتني يعني ليه ماشي خالح حركت الإستورانو بشري كبيره والسيلونز انا عمرت جاي احدا كيباش هندي الإستور وناجه الحمب لله نحرقوا بشري كبيره والسيلونز ماذا عندي هذه احتمانا بسرح هم يقولوا هكذا باش توجير يتبطوك انتا ماشي يشمكوك اللي إذا ما قدرت ترياجي هذا الموسيبة انه انت بسكن لديك لسيلونز بسكن لديك لسيلونز ما كان لسيلونز لا ولو و كيان ليوصل بهم الحال قيلك حرق المطعم بش يفتح المطعم بش جدد شواله تبرير تعبتش بعين تا بيكل دستورانو تفتح هدو وخر تليل علش تحرق المطعم هدوية ما كاش مالعدي قاعدك شوال شوال قم يقوللك بش يتبرير فاشل شوال تعليم ماشي هديك لي زد غادو من الحال اه كننستنوك تتكسر متكسرش اه من احواليش متكسر شوالك ليفاشل هتو كل ماشي لحالتا عنه يشمكوك بسكو كيم زفدي بلك يقولك اه تحرقلو السترونو يتعجبو ونقولو نوعا مع كين كبية صغيرة هذو كل شوية اني يقولك اه تحرقلو السترونو الحمبالله بلك يكرحني بلا سببه بلك يكرحني بسبه وانا ما حطيش اروحي في موقف ضاعف يقول الحمدولي اللي هتحرقلو السترونو نورمال شوى يارا ناكلو شوى هاوه وش كايين نا عندي ولا سيارونو هذو كل هي ديطائر اي هدراو اي ايام بش انتبات في التعليقات بما اي اي ايام كاش كامل منها بس كو احنا لحد الان ما عندي لك شو تقولون اي اقارض بنكي ونها داك وما انت عامل معا ما عندي تمويل من البنك ما انستعمل للا سيارونو لا اي حاجة مفعوم هذو كان ديطائب بش نادر مع الخطره مش كان يودوريه هاي هاي الخوة والنظرة هذي تعبلي تعيط الملشيد قلو بش نبنيو المنهار من الجزاء حالي شد اربعة شهر ونلاو على اي معطيات بنيت الحضراء هذي بنيتها على معطيات انو احنا بيعنا الحمدول الله زباين جاو درنا شيف الرضافة انا راح جيب دراهم باش تعاوك تبني المطعم اسهل حاجة وقتك خنا خلاص لحك المرحلة وين اسهل حاجة يا دراهم اما انت بالمشروع تاعي شفت ولمشيت بيت تلشور مشروع ناجح اي واحد نقدر نقوله مثلا اروح تشوف حاول مشروع تاعي ماميكوش يعرفني هم لك اللي يضاني يدخل معي اكثر من اللي كان يدخل معي مقابل هم تكيباش ماشي الحق لان ما بيعناش بيزة وان ما بيعنا الزبائن منا ملحقناش باش نبراحنوا على اروحنا ديت تحق الريستورو احنا مالها الليو الحمدول الله الريستورو تفتحها كونبلي ونخدموه مشاء الله تم قاضية المشروع فشل ما كاش منها كامل المشروع اصرالو صادم مادو كنعودو نبنيوها عادي شوال كنتم امن انو اكثر من اللي كنتم امن معلول بلي المشروع ينجح ونقدر ننقى مستثمينة يدخل معي اما انت بلي الان او كونترار ذوك اللي حي يستغلوها الفرصة مستثمينة يقول لك فالله هشام ارانا باش نعاونوك باش نعاونوك باش نعاودو نفتح معك وطعام واحد اخرين و و انا هذك وشكوة نجيري ذوك نتارك في موضع انت مو سير شركة او لا تحرك لك الريستورو عندك لورو الوحد اخر عندك لورو الوحد اخر عندك خطة تدير اي خمطرية اش مكتف الايدين تاعك بس كو لزم لك درامة عاودة تجيبه او مو بنا احنا نمر ما تحركنا الريستورو الحمدول الله الشريكي اللي كنتم معاه اقيت به قلت له فالله وش نديرو اسكو عادنا باش نعاودون كانوا عادنا شوية درامة حاجة خفيفة ايضايا باش نعاودون مولو المشروع نفتحو براسة احد اخرى وان هادا نعاودون نطلعوه وش نديرو نعاودون نبنيوه ننروحوش نفتحوه الاستوروان داخل هدا فيه قصة لازم يعاود يتبنى لازم يعاود يطلع او لازم نفتحوه المستثمر اللي كان معي هو عاود مول المشروع من المرة تانية كما يقولو دار في اتيق علي دارها فيها نهان الول ومور مدخل معي شايف بللي حمدول الله خدمنا ما شاء الله خلصنا ديون تاعنا عاود زاد مول المشروع باش عاود نطلقنا به عاود مول المشروع عاود مول المشروع شايف كويزيني سيرفر ولو بالبالا والفس شوال عاشوا معي هذيك التجربة وحبوا يشاركوا فيها نعاودون بنيوهد الستوروان يخدم نافح ونتقلناها بستوري كنا ديروا فيديوهات منها و الحمدول الله هذي كل تواضع بس كو الحمدول الله يشامكوك شافوا فيه في المعاملتين معاهم ولا قلت ما شاء الله هما خدموا معاك يشامكوك كان يخدم كويزيني قبل ما يكون صاحب بالرستورو كان كويزيني ويعرفوا كويزيني ويعرفوا الموظف كما يقولون عارف كيف يش يتعامل معا ذوك انا كي يحكي لي واحد مو عاني ثاع ولا ويتعاب ونا نفهمه مليح ذوك ماشي قالوا واحد جاي ما يعرفش الضوء من هذا ياو استحقر بالناس يخدمهم يخلصهم لازم تخدموه بس كومت تخلصوه ناو نفهم مليح الميتي هذي ذوك كنت معاهم قبل ما يكون مولشي كنتم موظف هذي قاني البستابليار يريدين معامل سيرفيس ويستديني فيديو ومبرتاجي ومعان تلك ما شئ قال أنا مولشي اللي نجين استناولوا كل شي يكون وغابيا ونحسبكم قا عيتيكو عيشت معهم كهم التانية كانوا ديجان وكشافوني مدى بهم يكونوا كمانايا وانا عدت لهم هذه المعاملة معهم يوميين ما كانش حدود بيني وبينا نرمال وانا نخدموه في الستونا واحد ونطلعوا فيه كامل وانا نطلبوا معايا كاتموة وانا نخدموه باش طلعوا المطامج ايه ثاني كائن لحاجة شابة كائن موظف يقولوا عنده أجر يكون تاعة ثلاثة ملايين ونقص على أربعة ملايين في اله كي كانت تحرك الستونا ندلنا باللاجونين مئتين ألف جميع واحد يخدم مئتين ألف واحد يقول لك اي غرينا يستروا محرك دايما وانا نخلص ثمنا شهر كنت نخلص أربعة ملايين وانا نخلص ثمنا نخلص ثمنا وانا ندلنا شي يفرروا مئتين في الجابع لذلك كي كانت تخدموا وقع خدمة واحدة ليه كان يخلص ثلاثة ستة عجباته كنت نخلصهم الحمدلله لم نستورة محرك خلصنا جعل الخدامين والبريودة تاعلية تقرروا وهناك ان يخلصوا الحمدلله كامل الدو درامو عاودنا ان طلعنا للستورة عاودنا لدينا افتتاح استغلت الفترة هذه كتاية توقف يتديت أخطأ للنام اسواف الموني اكتسبت شوية خبرة الحمدلله ما عاودتهمش الحمدلله وعودنا بدنا شوية في الموني فهمت واحد النقطة في لاريستورنسيون قال لي قدمت بللي حالي وقال يمكن ذلك الموني كان كبيرا من لدينا كبيرا ونقلصيوه فيه لنقلصيوه ونقلصيوه ونقلصيوه وقال لي اكثلوه بسح هذا ليس كبيرا من تكتر للي بللي بزف فك من ودينا تراضي سينا ولك الموني شوية كبيرا ومع ذلك بدينا نفيتره قاله علي حسب المنبيعات لي يضوني للقال قد تعريس لنحاولنا وقال اللعندي نحل هذه المرحلة كنا عدونا فيها في البروتير كيف فتحنا المطعم وفتح يشام المطعم ثم وكأنه كثير من الناس اكتشفوا الاسعار تلك قبل كنت مشموع لنا ولا كنت اسعار جديدة لا لا من الافتتاح الاول كانت لديك الحملات تلك يبيع غالي هي دقينا كيف نفصلوها قلت لك الحاجة لو لا انا كي جيت لنخدمك وانا عندي اسم تجاري معروف ويشام كوك معروف من رحش ندرنا بورتكو رح نخيل الحوت الشباب نخيل الحم الشباب مننا البروت ويشباب كما قلنا يكون عنده سعر طالح حاجة احد اخرى السعر مش مرتفع السعر هو سعر السوق تقريبا بالصح علش هيشام كوك اللي نعلقوا عليه ونعلقوش لحد اخرين بس قلت هيشام كوك معروف على كامل الاسطنون عند اخرين هذه هي المنطقة تلكها لكي لك مثلا واحد او فتح في ال جي ولا عشين واحد ويشام كوك في تحكيمة هما تبع بالسعر تلكه هادو ما الاسطنونين يبيعوه بالسعر تلكه يعرفوا هم نيرام يدورو هنا معتلا بس هشام كوك يعرفوا كارورتو ولاية دوك ها سي كارورتو ولاية دوك واحد اراه ويسكن في واحد المنطقة نائية اللي لتمك تسعيره منخفضة و هادي امر مواضح كتكون في بلاسة اللي فيه الكراغالي عندها بري بلاسة اخرى دوكوه يكون كتير و لاحقات و المعلومة بلنا تكتبع يقول لك شو ميش من بري هادو ما ولكن كبالك هو انتوراج و لالسطنونين عنده يبيعوا بسعر مخافض و كن يرفضوا يجبوا يوش يشوفوا الاسطنونين الي يبيعوا كمهشام كوك كوكراس بيسعارك تلكه في الرابورتاء كالتي بري عندهم نفس السعر و بيع ذلك بسوماد أو بيع الاخر ميكوم هشام كوك عنده شعبية كبيرة و كما قلنا ينجح الاسطنونيون اكتر كوم تاني ينتخذوك كثير هذه هي فقط من شكل تاري بري هذا المكان سي فلسا انا ما تقلقتلوش بس كوالا بلي بلي مانيش انبيع غالي يعني انبيع برافور البري ولكاليتي هذا كوه بصحف فجأتك الفكرة تستثمر في التعليقات السلبية تولي تهايات تخدم معهم التعليقات هذك هي علاش دوكن تاكم يقولوا كي تنتاقد روح يقبل ما ينتاقدوك وتتقبل لي ديفوت تاك راح متخليش معجن ان واحد اخر يجي انتاقدك على رغم انه هذا ماشي ديفوت يقولوا مين بيع غالي لا نبيع غالي نبيع برودوية غالي انا مليش نبيع حاجة الخيسة نبيعها غالية لا نريد انبيعها نفسهم مستحيل وإلا ما عنديش زبائن يجوش عليها حانا الستوران يوميين كومبين الله يبارك انت ذوك تجيب مثلا حاجة دير 10 الاف عند الناس يقعوا جيت بيها 20 الاف وجوشلوا عليك كي الناس يتقيم ذلك البرودوية اللي تبيعه اللي يعرفوا بلي ذلك يا نافرته الناس اللي مزا ملحقها بس كنت ركت بيع وركت تنشرف لي ريزو ما وش جا عندك وعش تجريبة ودل تقييم بلي لا نوي السعر هذا اللي يرمي بان مرتفع بارابور لكاليتي وكي تأفصحت على السعر من خلال الموقع الإلكتروني ثاك هل رك الخطوة هذي من الدم عليها ماشي من الدم عليها بس كي لازم تبدأ بها كتجريبة من بات بش فهمت من لي كي تحطها في الريزو السعر يلحق البرودوية ما يلحقش ثم الناس يقولوا عندهم ناظرة على السعر التاع كي يكمباريه مع أسعار أخرين ثم ما يقدرونيش يكمباريه برودوية تاعك ما برودوية أخرين بس كم تقدش البالتهم تال بلا يدوقوا في الانترنت يقولوا اه بلا مليحة اه اذيك هو السعر التاعه والكمية مليحة مثلا نحكو دي طايس غرب كم قولون فلا ديكو بتاع لابارتي انتروكوت دو كارين جبانكالي انتروكوت انديزو سيه الانتروكوت الناحيه واحده انتروكوت الناحيه في واحده قطعة الحمش يدخل معها بسهو ما يشغل ديرينها معها انا قطعها ما نبيحه هو دير انشوا انه يبيع هاديك ما عندوش امبارت فيها انا قلت انه يبيع لك قلب الحبه لا تدي فلانس بينه وبينه هاديك في السعر وفي الجودة هو عندو سعر بسكو الجودة توا هكذا وانا عندي جودة هكذا نخيره قلب الحبه نبيعها لازم تسعر تحيه يكون موالمه الابيلاسيون هي هي تقول لي مثلا انا نشري فيلي ولا انتروكوت ولا كبدة ولا صح اسكو هاديك الكبدة هادي كما هادي الكونش لي ماشي كما الفري الخروف ماشي كما الخروف فاكل واحد اللي يضايك تيكنيك ما يعرفه مش كامل الناس انا شوف باللي هشاب الى غاية اليوم مزالية بصح الاسعارة على الاطباق هل كملت فيها ولا لقيت فيها الآفار وهل يرجع بك الزمن تعديرها ولا ما تديرها اشتعر لا لقيتك نديرها لانه وقيتك انه المستهلك اللي يجي عندي الزابون اللي راني نسيب ليها انا على بلو بلي سعر يوافق الجودة بصح انايا ما نقدرش انا نقدر نسيب ليهم واحدون في وسط الناس كامل اللي لازم نشاركوا لش اللي على بلو بلي هشام كوك سعر تاعو موافق الجودة وش راوي يخدم وروي يدور على اللي يستمروا يقدر يختار انه سعر هشام كوك موافق انه يكون عندي هشام كوك ما نقدرش نعزلهم انا نقولهم على الجال اللي يضم انه انا ما نستهاش الجودة هذي كنخبب سعر تاعي ما يقولوا اروح بريفي ما عنديش انا يقلي هذيك انا وقتك نسير في السوق الحمدلله بسياسة التفوق عندي منتج ملاح ندله سعر تاعو موافق تاعو رحيل ومباد بدأت المرحلة الجديدة في المطعم بدأت المرحلة الجديدة فتحنا ريستو غريل المرة ثانية عودنا دينا افتتاح الحمدلله كانت كنا اكسبيريونس زيادة بدأنا دي شواملاح نحينا الاخطاء اللي كنادرينهم بدأنا نمشو وانا اخدامين توفا بيا ما شاء الله كنتي اوبراصينا لوجزتو عيس دخلت لوجيسيا الجديد عيس دخلت افكار انا زيتنا باكو بريس الإدارة انا معلوله انا من الوقت المروج لهم يناس هذا مطعم مؤساسة هذا مطعم مؤساسة مطعم مؤساسة وركبت الفكرة هادية عند الموظفين وشنون بك عرفت باللي لازمنا ادارة لازمنا نفسها باللي رستوران فيه التسيير والادارة وفيه الوبراصيونال لكم بدينا نزيدوا التسيير الموارد البشارية بدأنا نديره بزاف خدمة كنا نديرهم كنا نعالج المشكل تخدمي يوميا مثلا هذا لازمنا اصير نستيعون نديره هذا وهذا نسواه في حاجة هذا نسواه في النيفرم كلش انا لازم نشوف وليت نوزن ووقتي وانا غيروح انا ندخل الريستوران اوكي اني نشوف اللي فيش تيكنيك مننا بس حريني نعجوه هذا الامر هذا ماشي لازم نعالجوهنا ايه لازم نموظف ولازم نموظف موظف مع بوست مع بي سي منا عمل مهم تاعك وانا خلاص ونعدين الورغاني قرام بصح بدنا نكون الورغاني قرام اللي المهم اليومي اللي المهم اليومي اللي مهم اخرى مستعطلش اللي كانت متعطلة بزاف في البارتي الليولة كيف تحنا الستورة وانا كونش نعرف كيفاش ندليجيها كيفاش اشكو كاينة اصلا نسحقها ما نسحقها شو هذا ايه المطعم الول تاع المشاوي بدلت الامر تعود تمشي الحمد الله وبعد هشام قرر يبدأ في رحلة جديدة توسعية في مطعم اخر بالنسبة لقبل ما نروحه اللي 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 لعلش فتحت بيزا هي اصلا لاش فتحت المطعم تاني كيف ما اقول لك الناس انواع كل واحد كيفاش كالي يحب ان يخدم تمسوية يدخون داره يغلق على روحه يحب يخدم تمسوية ما يوجد فيها اصلا هاد انواء كانوا عنده متنة راستوران ولا شوروم متجرة ولا لا يقول لك ان هدوه رزقين فيها نحن نخدم عشي ندخون وشوفوا الليداتي انا من نوع اللي من دابين افتح عدة مشاريع سي بورسا في المطعم الاول اصلا ما حبيش ان نتبنى هذيك الفكراته هيشام كوك هو اللي شاف كويزيني في هذا الستورون اللي راح نجو لازم نقاوه حاضر و لازم يجي درنا هذيك الشو كميديا مثلا النصرات ومنا ما حبيش نربع طعبية شكرا مجيين ما راح الوحد اخرين مانيش حبل اللي ماجهدين سوق لها اللي هيشام كوك بلي هده هو اللي ما اشتاعوا بقيت انه نصنع محتوى نبرتاجين نتلقى مع اليكلين وندخل كوزينة طيب بصح انا بكو بليس حب نروح في الكوتي استراتيجيك نخرج من اوبراصيونا نروح بكو بليس في الكوتي استراتيجيك بصكو طعموح تعينا نفتح عشرة فروا في القرين ونفتح برندة وحدة وخرين نتطور بزاف هاد الافتتاح عن مشاريع انه نكوي الشغف تعي الشغف تعي الحقيقي انه نفتح عدة مشاريع ونصير عدة مشاريع ونجحو عدة مشاريع هاده هو اللي بيت تاعي تاع الصح بعيد عن انه تحقق عرباح وبيانش يجب ان تحقق عرباح ودير منهم كم يقولوا روتور داميس اسمه مي كل واحد عنده طموع في هذا الدنيا حيب عنده هواية انه نفتح مشاريع ونجحو ويكونوا فيهم ديديفو ونعريق ليهم خلاص هاده راهو يمشي ومضى بيردوش نطماتيك اي انا نروح الواحد اخر ما عدناش قامل اكس بيردوش فيه بلك نجح بلك ما ننجح ازل ندخل وشوف ونسيو كيفش هذه المخامرة فيها تحدي ايضاك تخلي مضعم تروح الواحد اخر كيف تضمن بهذا المطعم وهو يبقى يمشي عندما تخلي انت المطعم بتاعك وتروح المطعم واحد اخر يعني فرع واحد اخر او الابرند واحد اخر هنا اذا كنت تمارسها راح تبدأ هي تضمن ذلك منك اوتوماتيك موبيل لازم تمشي بواحدة عقلية انه لازم تخدم امانيا لها درستونتك انه مستحققش عندما تروح الواحد اخر اشهر ما تجيش وشارك حيبي اندار كومبليت تسقطه هنا لا تريد انتقل من انك انتهو المشروع اصلا الى صاحب المشروع يعني جميع فكرة انت في الاسكر حيب تطبق هذا الارستونتك اي حركة اي حاجة يحب اندار تكون دوكيمونتاسيون تحتها انا مش كن نعود ونقوله مش قلتي مقبلة على ورقاء وستيلو انا ننصح واحد كي يدير المشروع رابي براتيكي فيه جاب الناس يعاونوا ورامي يخدموا يوتق اي حاجة راهي تسلاف المشروع تحتها اي عملية راه يديروها سوى سيرفيس بيع منتج وطريقة يخدموا حاجة اكتبها وتبدأ تقسم قال مثلا احنا نحكو ايجيان احنا ايجيان هاوكي باش نديرو ايجيان تحنا في الي طابل اسمو انا نحكو عليها الستونتر كان من الي طابل اسمو واحد اخرين ما اجلت فيها ويدموندي ايجيان قال احنا يا لاباس تحنا باش ما نحنطروا على حاجة يقبلها ينضافة ايجيان وشنو هو استونتر تانا في ايجيان باش تخرج انتان في فرع واحد وتبدأ تروح الفرع واحد اخر وما ما تخرج تبقى في شركتك ما تبقى ايجيان تهدر اذا مسير شركة ما تبقى ايجيان تهدر مع الموظفين تاعك ابقى تكتب وده دوكومنتاسيون تاعك قال اناي اليوم هاد الموظف يهدي المهم تاعه نكتبها له ويفهمها مليح وتكون مكتوبة بسكو الهدرات اروح بسرح الكتيبة تبقى قدو ما نقدش نجي نحاس بك ونقول لك يعني ما نقدرك هاي قتلك باش تخرج بشركة الناجحة لازم العملية اللي راهم يصبح كونبلي يكونوا مكتوبين مور ما يكونوا مكتوبين تدخل في الرقم عليها باش يتقيد بهم الموظف باش يتقيد بهم الموظف باش يتقيد بهم الموظف باش انت اخدوا من جيش تمرها دولنا ما يعيطوا لك تريفون كوندوارا عيطوا لك كيباش نديرو هاي دخلوا لهذا الشابية تدقوا كيباش ديروها معالو لقوا نتكتبها هم بدك تقول لي دخل في الرقم عنه لازم لك الو جي سيال ولا او اير بي اللي يدخل فيه جميع العمليات فيه باش غدو انت ان شاء الله هذيك الموظف كي يدخل نحن لو اللي يخدم سلام عليكم صعب على بس اوكي وانترتي اشد تشوف هذي فلاش ديسك ولا اشد تشوف هذي الدورة اقراها احنا هاوكي بش ديرين سايبو هم المهم بتاعك واضحة جي موظفين ما تولي لهمش المهم متاحهم راك تضيح في وقتك وراح تبقى يوميا تجادل وتمرض يوميا فرعه واحد ما تقدش تسيره اما بالو قد حب تدوسع دوك اصلا في الفرعه الواحد ولا في الشركة تاك الواحدة لازم وشين هم المهم اللي يرام يصراو اخوين اكتبهم تاخد لك عام تاخد لك ست شوار تاخد لك عامين اخدم بالعشوائي اللي تخدم بها اليام التولين معليش بسحة دير ام بيت بلي انا غدوة نقدر يكون عادية مانيال كما قلوا الدليل تشغيل تعويش راو يصراف شركة تاعي باش ما تسحقنيش انا من جيش تاخد مقاكي ما لازم لحل هادي لازم اي واحد لازم يديرها وهذه يخدم فيها في المطعم الاول وبعد رحت المطعم الثاني يعطيك صار ولكن رحت المطعم الثاني انتبه كلا بدي تخدمها لحدي في المطعم الاول بدينة نديرها كما قلت لك انها توجور ناخدها بالتوازي ما نقولش انا باليحتان هادي المطعم نديره كامل دليل تشغيلي تعوي منها باش كين او مولي انو نشوف فيها الريسك ان نقنطيرها هي الاولا هادي ما لازمش نعب بها هادي لازم تكون اه اه فيش تيكنيكتة عروسات كيفاش تندع هادي لازم تكون مكتوبة خلاص واضحة في البيسي فالورقة معلقة دي كامل نديرها هي الاولين هم بدك اللي يطعي الاخرين اللي تاني مدى بيه يديروهم بلاي ما ندلم عليهم مران لنطلعو فيهم بس كون دير التشغيل ماشي عام ولا عامين لازم تخدم عليهم ملح ورقة تطور فيه توجور دوك دونالد ماتلين عندهم دير التشغيل كل عام يطوروا فيه كل ما يتبدل السوق كل ما يطوروا فيه بسح خدموا لافيرسيون اه وبدأوا زوجتها اربعة بدأوا يعدلوا فيها دوك باش ننتقل لنا يا من القريل نروح اصلا الفرع واحد اخر كانت عندي هاد الموهمة كنت بديت ندير فيها بدأوا ما يطوريش انا شغل يلحق الحم كالي كونتروليه كالي يحسب السلعة كالي كونتروليها المبيعات يدارو تسويقين هاد الامور كامل يدارو بلاينا ما ندخل بدنا نديرو فيها بالنسخة الاولى وراء ننزل نطوروا فيها يوميا ممتز 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 علشان انا راح ندير المشروع تالبيتزا نحن كما قلت لك نخدمون الفيون الماتيوري نخدمون المشاوي نخدمون اللحم نجيبوه نعطقوهن بعدك نخرجوه لي بياس نوبي كي تشري لحم وتخرج دي بياس نوبي يخرجو لك بزاف اللي بارت تخرجو لك بزاف اللحم لكما يقولوا ما تقدرش تبيعوا كاقطعة كما يقولوا نعضروا ذلك على بور كالي تبري ما نقدرش ونجي كريو نحط لديها كلها لازم تروح في يوم داشي لازم تروح حجوة اخرى لازم تروح المشروع اخر الكثير من المشتريات الحمد والي بيس نوبل لان يبيحهم ورم يبقى لالي بيس اللي يجوزوا في باير بيال كريت بروشي مكمل للمشروع الأول لان نشري بيس نوبل هذا يترحمل هذا يترحمل واروحنا باش نديره بروشي تابيتزا خلاص فكرت بلي لازم نديره مشروع تابيتزا أنا نعالجه يوميا كما قد كتوجو لتعالج لحقنا بلي يعدنا بزاف اللابر تا الحمد نحن بيحنا بيس نوبل معروفين باني نخدموا حاجة شابة وهذا الفيونداشي ايسين بيحا كومبلاتيجور مزاكن بزاف لك وش لازم لازم الاسبيساليتي تا حالي تتخدمها باديك الافيونداشي اسم الافيوند نحي لالقراتيها ونحي لالشحمة العظم تاها تبخالك ترحيها ديلا اسبيساليتي تا حد اخرى قررنا انو نروحو في البيزا أنا مع شورة كأتي اخدم بليها ولي كش لازم نديرو نروحو في ماشراء بيزا وعندك ندرع البيزا عندي ندرع بيزا خدمت كما قولوا لاسبيساليتي مقبلة بسح ما تعمقش في البيزا متعمقش فيها كمانتالين أنا باراتيكياني بسكو كويزيني وبيزا يولو سيسنة مختلفة بس عندي ندرع بيزا خدمت معادي بيزا يولو خدمت معايا في كوزينة واحدة مثلا انا خدم كويزيني عدنا لاسبيساليتي تانية بيزا في الموني باقنا عرفها كيفاش تتخدم كيفاش تتخدمها كلش ما باش نخدمها ما خدمتهاش دوك خديته وقت انه عديته وقت للبيزا نيتي دي يلابات تعاونت معادي بيزا يولو هكذا يعدت معاهم كما قولونا فرماسو مشنطلعو النسخة تهيش يمكوك بيزا والفهم التاعيتو مو كما قولو مسترقية زغيرة وشي يحب نيبرودوين يحبوهم وشو نيبرودوين ما يحبوهمش خرجنا بانه خلاس الفرعة التانية ما رح يكون قليل رح يكون بيزا اسكن عدنا لي موايا باش ندخله في بروشيت ما عدنه لي موايا كومبلي رح نعودو نفس القصة اللي دنانها اللول نحوسو على اللوكال اللي ممكن مشكيش يحلى اللحقو بالبيجي تاعه وكما كان الحل لقيت هذا اللوكال الديس يمتع القبة كنت نجوز اليه يومين يعجبني شباب عنده فصادة جاءنا طريق هذا منا ما عندهش بزفزبين كنت يجي نهار بيدنه ونتفاوض معه وروحت نتفاوض معه انت عندك هادي الستورو الله يبارك بلاس عشان بعملنا على بلي بلي ماشرون طب الموظفين عندك ماشرون طب اكناوي تدير كونابوراسيو اراك ناوي تبيع اراك ناوي فمت كيفاش قال لي نبيع البروجيت ايش حال تبيعو اطعني شيفر شيفر دكو بعيد بزاف بعيد بزاف بارابور احنا بس كو مورمت حلقة استورو زينا درنا الدين وزينا خلاصنا الدين وهديكوين الحمد لله نمينا شوية انا نخمو نديره بروجيت بس صح انا نعود ولي توجير امور ان كان انا نستعملهم لك الناس يحبوا يخدموا بيهم ما يخدموش بيهم فيهم ريسك فيهم ريسك انا وش نقول نقول مثلا عندك حنا رأنا في جونفي وعندي عشرة من المياه من بيجيتة واحد البروجيت في ديسمبر نلحق له بايدناه يولي عندي 100% بيجيتة اوه هادية 12 شهر علاش انا ما نروحش نسلف بجيه اخرى نربح الوقت نفتح البروجيته في فيفري مارس وتولي عندي 9 شهور ندير زي ما نقوله ندبر النص البيجي نخلص به وكي نفتح المشروع هادك نعود نخلص النص على البروجيت للسيد هدايا اذا قبل يبعلي بادي سيغة احد تكتبكوها دامي كل واحد كيفش يتفاوض عندي بيجي صغير راح تمو المحل هادا اكتبو فارت بيني الفوند كوميرس تاعك اطاني سيارتاعه وسيارتاعه بعيد على وجه عندي بواحد كاتفوه وكم هو خاسر خاسر اراه ويزدي بردي بزاف كي نقوله يوم او فاتح وراه خاسر راح تعالي انه علش ما تبيع ليش المشروع هادا نخلصك تسبيق 30% ونديرون كامل الوثائق اللازمة باش ان تضمن انت اموالك يعودوا يجو وانا يا بإذن الله بأسم مش جمكوك راح نشغله وراح تكون عنده الحالة المدية احسن من اراي عندك نعود ان نخلصك في شهرين هذا الترنش هذا الترنش هذا الترنش اوكي تفاوض نلحقنا لهذا المفاعل اعطيته تقديم دار لي بابي اه هو كان واجد قبل من نحقول لهذا النقطة نعود ان نقول له نقطة اخرى هو كان عنده مع الوديك الستورو كان مدحته بيزا والطابق الاول كان دو سبيساليتي انه خلط دو سبيساليتي ميتمارية وش مع بعضهم في بلاسة واحدة وهذي تنصح بيها؟ هذي ما نصحش بيها سيرتولي كان سيغموتاسيون بزاف عيدة في ليبري ولا في سي بلاسة تاعك وكما تعالين تايا تبيع برودوي مليون في نفس المواحد تبيع برودوي بخمسين اعرف هذي زوج اصلا فراك تستهدف فيهم صعيبة بزاف بيش توفق صعيبة صعيبة ذلك بزاف في مكان واحد تحكم؟ تحكم تستهدف فئة معينة تبيع لها منتجة معينة بسعار معينة ما تخلط شابعه هذي كتاع نديره كلش كان يحبوه فرالي ساوسين يقول لك ندير كلش بشان نضمن كامل الزبائن رح تخسر كلش سيكون ماشت متمكن من كلش حكم سبيساليتي تتمكن منها مليح وواضحة مع عشكوناك تخاطب قولوا يتحب تخاطبهم كامل وبدك هادك يتجي وهذا الزبون ماشي بنفس المفهوم ماشي بنفس تقافه بعد الديطاي كما يقولوا يخلوك ما تنجح في المشروع تاعك بارك هوا تاني على عجل هاد هاد الديطاي ما تنجحش انا زوج الله يبارك عندها نظرة عندها نظرة ما شاء الله كي يكون المشأل وعادين الديع عندنا دير فراسي ندخل بنفس المفهومة تاعه تحت بيزان كلي براند وفوقه ندير قريب عاونا نعود الله يبتحندي الغلطة تاعه عديدها فورا الدخلات شابت الريتشونسي عاونا نحن كماندينا قلت لي انتك حبينا تدير تحتها بيزا والفوقها قريب قلت انت في الولد فايت لا يبارك ريستون وراه وقض هذا ولي شوية كبيرة عليه وعلاك معمر لا يبارك كومبلي وراك تبيع سواضي زون كما يقولوا سعر مرتافع عاونا نتخدم بيزا لسعر تاحه منخفض راح يكون عندها اقبال كبير وعندها قدرة شرائية عند الزابون كتر اتسمى التعرض كما يقول كنا يقولين كتوشي 100 زابون تقولين يتوشي 2000 زابون وبسح تقسموا وضغي الانص فيزاة وفوق لازم انك كثير من اتفايت فالبيزا اليك راح للبيزا لازم انت اتحدث وانك اكبر من اتفايت وانك تبيع برودوية بعدك تسعير صحرك كومبليل لحيبارك يوم من الرسطوران وماهن تبيع المنتج وى اخر رخيص بس تحوس الهي صغير على الرسطوران çıktı الهر عندك الحق بنا نأجعها بيزا لماذا تجد فيزا فقه غريل ونأتي هنا أصطعف ونصطعف ونصطع على عندك الحق لنأخذ فيزا كمري لكي نفهمه من ناحية السوقية في المنتج رابور كاليتي بري يكون في واحد مستوى هذا عنده زبائن هذا عنده زبائن إذا خلطتم في نفس المكان ما منع نفس الفاصيلة واجهت تحدي هذا لو كنت ترى الطيارة بيزنس كلاس ودرجة سياحية عادية توجر كيف ينفاصل بناتهم لا يقضي شيئا توجر خدمة المختلفين نحن نجد الفاصيلة كبير فاصيلة وكارش في نفس المكان ولا تسيبارهم فاصيلة وكارش في بلاسة لكن هذا زبائن هذا عندك الحق فيها إذا خرجت القرار بإنتداء العقاة بيزا ثمة هذه القرار جمع عند الزوجة هي أعطتني رؤية كانت عندي رؤية وهي أعطتني رؤية وضعتني عندك الحق هذه الزوجة الله يبارك لأنني أريد أن أضيفة أهلتك لأن الزوجة تكون عندها رؤية وللأمتك لأن المام والجواز سأجيبها معك أنا الزوجة أريد أن أعطتها أنا لا أرى شاطر في أمور و أمور أخر ليس شاطر فيهم إن شاء الله تسمى مرافقاتك من البداية و أعرف أن تتفكر و أعرف أن تتفكر عريب عيدة على الضغط لأنني فيها قدرت أن تشاهدها لأنني لا أشتاهم صح في البيتزا قدرت أنا فتحنا البيتزا خطرون بعد لأنني أريد أن نتحدث عن الماركيثين لأنني أريد أن تفتحها بعد البيتزا نحن بمدة قصيرة و مشروطة روزية صح كما قلت لك كما قلت لك كما قلت لنا خطة و كما قلت لنا عراض في الوسط تحبس الخطة لك تريد أن تحسب العرض لديك لأننا نقوم برند الثاني ببيتزا نقوم برند الثاني حسنا بلاصة حاشة ببالله يبالك قلت لها تروية شباب ما شاء الله لا سيئة تقديد لها كما مثلا نسخنا عاشة و عاشة و قلت لها ببيتزا ما شاء الله نجحت الحمد لله عرفت نخيل البيتزا عرفت نخيل وش من نوع احنا في الفودوبوا قلت لتاني سيرفيس شباب سيرفيس نأكد عليه نحن نستعبو بزف على السيرفيس بس كما لا في البيتزا يروح في شغل عادي يجيبو اي واحد يجيبو واحد جامعي مثلا رغم انه الجامعيين لا يخصوا اموال و يتكونوا فقط انا قلت لهم لا لا ما في البيتزا نجيبو سيرفيس كمان نخذوا عن دي شامكوك سيرفيس اللي مثلا اينا يكون كلاسيك تكون فيها سيرفور معاكم يتعو ما نلعبوش بسيرفيس غدوا نديرو برودو ينبيعو بخمسة علاف السيرفيس لازم يرافقوا ما نلعبوش به السيرفيس لازم يكون مهم تمدوا افضل تجربة للزابون اللي جلعتكم هذه هي في السيرفيس لازم يتعو بيزا يعني خينا نلعبوش باب ما قررين بيعو البيزا اللي ماشي غالية بزاف كما قلتك سما عطينا لها حقها ملاح البيزا نتحت ما شاء الله جاءت لنطر بروبوزيسيون بالنسبة للمطعم هذا تاع الوتال نيتها اصلا هي انه نكري بزاف برندات هذا السوق الناس تحب تكون مشاوي تحب تكون الجاج تحب تكون بيزا تحب تكون لا كريم تحب تكون هذا هو ما نحن نقاس منها يقدر يجمعك سيكون فيه بزاف سبيسياليتي هذا هو ما السبيسياليتي لكي تعملها هنا غضوات تعملها هنا في السيزن هذا التركو تتخدم هذا هو التفكير لماذا كنت تجربة واحد الخبرة في التسيير ستعطي لغير كوبية تسيير هذا هذا تسيير واحد يختلف لا يوجد تكنيك لازم تعرف كيف تخير النوع كيف ي تحكم فيها كيف يتكتسبها يجب عليك هناك بلاسة تجربة باب و في باركين هناك بلاسة تجربة هناك بلاسة تجربة ايزوري ستانعج فكيفية راحة وكم تجربة تجربة منذ فكرة هذه المساعدة هذه المال تأعرض علي مستثمرقة في الوصف ايشام عندي عرض احنا نقري مثلا في الستورانو عدايا وش رايك يدخل معي هذا عرض بما نعرض واحد اخرى يقدر كما قلنا مستثم يدخل معك بدراهم يقدر يكون عند واحد الستورانو جايز ما نجحلوش انه نسيرو بالخبرات تاعي بالأزم تاعي كلش قلت له انه كان ندخل في هذه الازم يدخل نتروازيا بلعد بسكو هنا وش كنا نقوله مقابل انا نذكر احنا الفندق انا قتل شعنا نبيع برودوية في الستورانو هنا بنفس الساعة ينبيقه في الفندق وليشاشة تاهم مشي كيف كيف الخدمة تاهم مشي كيف كيف هذا كلينا براند واحد اخر كلينا براند هايش يبقوك الستوريل اللي يكون في الفنادق هذا الفرع الاولى الي راينا نديرين في منع كنون دينا له ميوني تعو واحده وانا كل حافة احنا في رمضان تماذا دينا ميوني تعو رمضان من رمضان ان شاء الله نبدأ بالميوني تعو الخاص به هذاك راح تكون عنده باكوب الاسبيساليتي بواسون باش نخلقه كما يقولون متابعة هشامكوك يحبي يأكل بيزا عنده هشامكوك بيزا عيدي من بيزا حبيدي يأكل مشاوي كان ما شاب ولي فعا مجال وفضاء عام يشفي تجربة في البيزا مشاوي في حبيدي تكون عنده هشامكوك في الفندق طرح تكون عنده هشامكوك في الفندق يختلف المنتج وما تختلفش القيم كان هذي حاجة مهمة بزع قيم هشامكوك راح تلاحظها في البيزا تلاحظها في القريل تلاحظها في فندق كان واحد القيم تفهمهم واحدة كي تدخل تشوف منه الحرما مثلا استعملوا هشامكوك مديرش موسيقى اللي سيربر توجر يحضر معهم بزاف وزيرهم في الكوتي احترام تزابون هذو اللي ذي طاي المونتاجات غارم يختلفوا دخلت في فيزا دخلت في وتلغت ودخلت لتأكل آيس كريم سيحل القيم اللي مبنين عليهم اسم تجاري هشامكوك توجر حاضرين هذو الأمر اللي محش نتبتلو حناي بيوم ما مجينا عورد وحد أخرين إلا شفنا العرض راح يتخالف مع القيم ما نقبلوش العرض هذاك جونا نعورد مثلا نقبلو في الكوتي فندق في البلاد هذا ما وفقتهم شو بسكو على الله قيمة أمر متوقفش القيمتاع قيمتاع وكانا وين نقدر نطبق القيمتاع والرسالات هشامكوك نقدر نكون حاضر مورا يعني بك جان العرض الثالث مطعم في فندق جان العرض الثالث بش يكون عندك سسيلة مطعم في الفنادق يا ذاك ساحا درت لي تيدي تايب اللي ما لازمش يكون براند تايه هشام معلومة قولت من اللي حن ديلي قريل التماكة فرعة الثاني عمدك اي تيدي تايب اللي حق وطنو قريل نديره منه فرح داخران في بلاسة داخران الفندق لازم نكريلو براند سبيسيال له خدمة على فندق لازم بس كل مستهلك اللي يجي لقريل مستهلك اللي يجي لبيزا مستهلك اللي يجي لفندق مشي كيف كيف كل واحد لازم له خدمة سبيسيال له ذاك اللي تمك المتطلبات تعزابون ريح يجيبات في فندق والقدرة الشرائية تاور عتكون مرتفعة متطلبات مرتفعة لازم نديرو له خدمة مرتفعة وتوالمو دك في نفس الوقت تاني امور ما درنا عدل هاد التخمام انا عفل خبراتي لبلي بالفنادق تقريبا عندهم مشكلة في الماكلة تروع الفندق تبات مليح ترقد مليح يطلع لشابة الماكلة قليها اللي يقدر يديلك ماكلة لشابة علش بس كي صاحب المشروع تاع الفندق يدير فندق يسو يدير فيه غرف ويبدأ يبيع غرفها دوك ويبيع الماكلة من تحت كيف بدأت يدي الشيفر ضافر تقليل قبل عنده الشيفر ضافر يجيب بيكون سهولة اللي هي لبرجومه إنسان يجيبات الجملين الشمبراء والمليون ونص والدراما مليون باينا عندك الزاورة تياوز بدل الهالو عندك الفندق ينقيله وتقدر تحسب لي شارج ودراما ما يدخلو ساكي تروح انت الشيفر ضافر تقليل متكوم ومهال بورتون تشهد اخر ملاك ويزين فيها إشكالية تشري سلعة تخسر لكل يوانا هم يكريتيكي بسكو الارسطوراسيون جيسيون تاحا بزر سعيبا وبورتون تشهد بلوح سهولة بزر يولي يديرون جمع هذا الديطاق والله بليبار عندهم هذا المشكل حنبعد البرانته يشمكو كريستو غرين بإذن الله باش نحلو هذا البروبلا الفنادق اللي عندهم خدمة شابة في البرجومه ومحترامة وقيم كي مغنى توافق مع يشمكوك هياو من الارسطوراسيون ايشمكوك يجي يجي لديك البرجومه ويقدم خدمة شابة حاجة الأولى سيزيد الابي بليسيتين لوتا لديك بسكو ايشمكوك سوف نفتح في اوتا العادة والاوتا العادة سوف نزيد الشابيه وهو يقدر يولي يحطر أسوه في البرجومه مدام راو يتهنم أنه عنده مطبخ شباب يقدم بردوي شباب ويحل واحدة من أعقد المشاكل بان سير وانترح لوتا ترقيد البيانا مشكلة تريد تحوز تخرج برا وانتبالك نهار كومبريو تاخد دام كريت بشتريكوك تريد لازم نعشي يزيد تحوز وينترن وطنوبيل تتعيشا تريد هنا عسفورين بيحاجر تبالت في الفندق اللي في هريستانو يشمكو هاي لوذي رسالة الأصحاب الفنادق هناك التكوين ثاني عدنا إذا كان ما وكلتش مليح حاضر ضرقال فاماسيو سمى أصحاب الفنادق ماذا بنا ينتبهوا لهذه النقطة لان يسمع القودكاست هذا باللي الماقرة لازم يتواجدها لازم يتواجدها يتواجدها وليجيب للشاف اللي يهنيم لقدت لك كيفاش يمشي بيزنس الفنادق هو كمسيّة الفندق كي دور لاكويزين يعيجوية فيها الأبيرت فيها مطيب وحاجة حرقوها ومن نارا يشوف روح بلويد او عنده واحد بروديو يتبع له فاصل مو هذا يوان عنده واحد منتج يتبع له ديفيسين مو ويعييه وفيها الأبيرت ومتسير تحوز يا صاحب يأتي هشام كوك بالفكرة كون أبوراسيون ولا نقدر نستحوذ على المطعم نقدم خدمها الشابة للزبع اللي أصلاً رام جمع عندك جولة ما جوش عندك يقدروا يجوه عندك يقدروا يجوه عندك رابح رابح في كيفة الحالتين رابح إن شاء الله هذا البراند هشام يكون في الفنادق راح تترقبوا أنه يكون في افتتاح فرع أخرى يكون في فرع أخرى بإذن الله لماذا نحضر المقبل أنه هناك دليل تشغيل عندك مثل تسيير الفنادق كيف يكون الفنادق اللي باركي يسمع أنت معروفة هذا المكان كيف يستحوذوا على فندق ويستحوذوا عليه بدليل تشغيل فقط الفندق يتبنى كون بلي ويندار كما يلزم الحال صاحب المشروع عنده دراهم ويندارك يشتري ماركة شركة أخرى معروفة في الفنادق يستحوذ عليه ويندارك ويندارك نحن ندخل في القواتية لن نحن ندخل في القواتية في القواتية يكاملت على الإدارة وراني معاهم يوميا نشرح لهم قد يحاول أن نصل ونبنوا هذه الدلة التشغيل هنا لكن الدلة التشغيل قدر يسهموا فيها يشعونك لك فاهم البلزنس ونعيش قد يأتي واحد يسعونك فلا يجب أن يفعل يجب عليهم ويندك خبارات في شركة أخرى يتعوني معهم يجب عليهم يوم بصح كاين وين هشامكوك لازم يوقف على واحد الديطاء بنفسه تسمعوا شيء في بناء دليل التشغيل لازم يكون مشارك بأكيد صح وهنا قدروا نشوفه هشام خارج الجزائر بإذن الله مطولة شوية الحكاية ولا قريبة قلت لك حنا رحنا ننذكره في التجربة الأولية تحت سيار عديث المطاعم حنا رحنا نفتحنا ترواز يام رح نفتحوا الفرعات تاني دع قريل وتع بيزا بعد رمضان بإذن الله هنا رح ننجي جي ورحنا أسكل هشام كوك وللشركة هشام كوك لحقت أنه تسير مطاعم تاحها كاملة بدون أي مشاكل وكما يقولوا كامل مهم لازم تندر لازم تندر لتما كنا قدروا ندروا خطوة بش نخرجوا أول دزائر وهذه ذكاة باش تكون عندنا عدة فروع وسهشام يسير لها ويسوق لها ويواجه عدة تحديات في نفس التوقيت من الضغوط على السوشال ميديا من الضغوط على خدمة وضغوط على عدة جبهات كيف رح يسرها؟ إذا كان لديك إدارة مركزية هي التي تكون إليكي مع كل مطعم أو كيف رح تدير؟ شوف الإدارة المركزية قبل ما نروحها نروحها لكويزي سنترال المنطبخ المركزي قبل ما نقود البركتانك ونقود الحاسب لدينا منتج لازم نضمنها قبل أصلا نقبل الخدمة الآن عندما تنظر الفرعة الأول فعلاً لنقود الفرعة الثانية ثالث انتبهت أن نقود لا يمكنك الوصف لتطاقة ومتطبخ مركزي إذا كانالك الأخرى فيها مطبخ مركزي وبدأنا في ذلك المثال لكون سريع ولكنه أسرعنانا الأمر في 3 أرسالات وإن توقعology ومتطبخ مركزي قررت أن نفعل مطبخ مركزي مطبخ مركزي مطبخ مركزي نعم فالفضل متطبخ مركزي نقوله على الوصفة فاوة يتطلب موقف المقشر يلحقهم البعض الفرع هذا يقشروه يحوسوا وين يرميوا الديش يتاعوا ويخدموا به ويقول الحقهم هنا بصل كيف كيف الحقهم هنا بصل كيف كيف حكيتك منتج غير بش تقدر تفهم الكنسيبت أنا لو كان هدايا نديرها فلاك ويزين سونطرال نقشرتنا بصلتها ديجان فلاك ويزين سونطرال حب يقول إذا كان لديش يترمان غير لتمك يلحق المنتج نصف نهائي للفرع الفرع تبقى لو أغير خدمة صغيرة ما نديره فلاك ويزين بش تجري بزاف فرع تقسم على كما يقولون على الفينيسيون على البرودويت تاعك البرودويت تاعك عنده مراحل يجوز منها تسي نصف المراحل لديهم فلاك ويزين سونطرال ما ديلكش تكلف إضافية عندك اللوجيستيك وعندك النقل هادو ما تربحهم بأنه يولي عندك سوء تسيير في المطاعم الوخرين وتريح تربع في بزاف مطاعم احتربحهم وتقسم شي تخسر تنفيستي النقل واللوجيستيك تريد تبع بلي لازم يلحقوا كامل البرودويت لكامل الفروع تاعك ولازم تصرف عليهم في النقل تاحهم وتربح أنه تنتقل انت شخصيا تضمن هذيك المنتج باللي كما للفرع بس كوك أصلا يخرج من فرع واحد يخرج من فرع واحد يخرج من فرع واحد يخرج من فرع واحد تحكم في كلش في فرع واحد انت بيش تخدم القلب بتاع البرودويت تخدم في فراسة واحدة هل يعتديك قوة في التفاوض مع لي فورنيسر يوجد قوة بسكو عليها تدير ديزاشة لسبة كبيرة تشري كما يقول له بروترة هذي تعيياتك النقطة تتفتح تعيد تتفرع بزرع بزرع في اللحظة عليك بزرع كبير لتلاكيه هناك النقطة في التفاوض مع الموردين في ذلك ميات كيلو لحم فتحت الدوزة مئتين أعادوك عنها يا أخي العزيز أنا أتبع لي الدوري تستمرونه نقص لي في الساعة تضمن لي الجودة ولا تضمن لي الثاني للأبارتعي جميع تحريب تير هذه هي تفاوض ملاح أما في التسهيل قتلك تولي تقسم البرودويتا اكسر نجيري هنا هي المرحلة الكبيرة على الهيئة وتولي اللي ديون الهيئة لا عندهم شي ضغط على السرفيس ما نحكو شوفران نحكو على الهيئة كمونتج وكموظفين وكيدو خرج النص الهيئة الهيئة الناس اللي رمي يخدمو موضافين ما عندهم ضغط على السرفيس ما عندهم شي ضغط على الهيئة يدخل صباح للرسطورة يدخل صباح للرسطورة يدخل البرودويتا يغسر يدخل اولا يقوموا برودويتا يسمى فيني ومثلين بيزا هذو مأسرار راقشان بزاف هلا باك هذو أسرار بشلق ليهم تعبت تعب كبير وعشتها دراسية ايان سعني باش قرمنا دير الأمور ينبرتجهم الناس في ميزة الحزنة وفي كما يقولوا باش الناس متتعبش بزاف وإلا كنت تحترف الخوطات تعيجهم وكتفتح بيادات المطاعم الله يبارك قولوا مثلا احنا عادنا بيزا اللي فيها سوستومات وفيها لابات وفيها ديزينغرديو هذو لو كانتو كنا نديرهم مقاع هنائي لازم لي الاسباس ولازم لي نجيري نطوى يشتعل لطابلس موتيعي ولازم لي تاني نجيري سطوك تاعي بزاف أمور المساء وحنا هذو بكم نجيريهم ونرأز نجيريهم بلصة واحد اخرى من ايه موظفين هنا يجي يوجد لابات وفيها بيزا ويوجد لاصوستومات ويكمل التعب الاخر يلحق مو سيرفيس إذا بدأ يبيع البيزا او يجيري بزوج امور في نفس الوقت بالتأكيد يدخل الصباح رايح كوزنا كاميرا نقية يشعله يفورتعه يلحق له الارينفاج يفتح الفريقو يستعلي السلعة اللي راه يواجده مقطعه وكلش اللي لازم الطيب تدخل الطيب لابات اللي حقه مقطعه لاصوستومات وواجده و يبدأ يخرج المنتج حطيته في سيتياتوا يقم الي اغير سيفس ما عندوش ثلاثت عباب ايباراسيون والوله اللي كانو في تحمام الارس يدينها الى بعملال منكم اللي راح الاردرهم و راح يزيد حالهم من يبيعوا منه و سخانة فهمت كيفاش قسمت التعب على الزوج و قسمت ناجيس نطع برو دوية على الزوج هادي هي و تحكمت في التفاصيل المهمة على بس في البلاسة الوحدهه يمتفرعوا كيكون 75 ما تشتعك ووجد 25 مرمياتك سهلة تحرص عليها بالخف هذه هي أسكي ومن ما نشوفه مثلا هيشامكو كما يدير واحد مطعم مشخور في السعودية مطعم مع البيك هو اللي يربي للدجاج نتاعه هو اللي يربي للي يحتاجه بإذن الله نرى أن نريح لها تدريجيا على حساب القدرة الإنتاجية وعلى حساب اللي يجي لنا وفروه كما يقوله تكلفة باش تدير عفاس كما يعدون مثلا عندهم نشروا لحم واجد ومن بعد ذلك نخدمه به بروشان وبيدنا هل نقدر نديره مزرعة عفيرما ونحن نربيه العجلة لتاعنا بشي يكبر وهي رايحة بسكي علاش انت ذوك عندك شركة راي تبيع 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 ما شاء الله تحكي مستوينك تبيع تولي تحوز كيفاش لي دي طايز غازي تريق اليوم دولة تكلفة كيفاش النقص التي خلاص اللي حكت هو نقدر نبيع نواقس يموم ما رايح ندير باسيها وعندي هاميش ربح انه ذوك ملنقاش نكلف الزابون تاعي نزيده في السيارة باش نربح منه الهاميش ربح ده اخر دولة لازم نتحكم في التكاليف تاعي ذوك نعاود نستطمر مبلغ من قدر من الارباح تاعي انه نعاود نزيد البنية تحتيا نسيق ماملح إلا وكنا شريك ما قلت انت مثلا لتجاج واجد نروح نديرهم بولاي نربي انايل في اللوس ويكبر ومننا باش نقدر نتحكم في التكلفة غدوة نحب ندير دير رمز نديرهم كما نحب ونقدر ندير رمز نحب ونبقى توجد عندهم مارش بسكو البرودوي اللول كامل عن يتحكم فيه وكذلك كان كيم مطعم مركزي كينا كينا إدارة وكينا كينا مبيعات مسألة تاعباش تولي انت تحكم في التكلفة بهذا الطريق أنا نتحطه فيها مسألة انت خليتها للوقت تروح لها يجي وقتها وعندك لها نظرة معينة ويتلحن لها ولا مسألة ممكن شوفوا هذا البودكاست مستثمرين وكي نقول لك وننفستي ومعا كدير الشي اللي تحوص عليه هي شوف عندك كل مرحلة واشتحق فيها كما قلنا قلنا المدعم الأول ما كنت تحق مطمخ مركزي أكرا يحلي الدوزيام أصلا هنا تحق مطمخ مركزي معلش درت الدوزيام ما درت مطمخ مركزي وراحت للتروازيام اللازم تدير وانحنا هذا واشدنا كينا وانحنا للتروازيام وانديرنا المطمخ مركزي ودنا أصلا تاني الإدارة المركزية لك أنا عندما 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 أرد أنها تقول صاحب شرك، كما تقول هناك كيف تستراتيجياتك لا بد أن تغرغ في الأمور يجب للتشعب لا يجب لها تماماً يجب لك أميدة لا تبدو أن تنبر كل شيء لا بدتٌ إبني ما ينتهي وترغي أن تحركهم من الأمور ماهما الأميدة هذين تستراتيجياتك؟ ماهما الأميدة هذة فقط؟ أنا قد نقول لك أن هناك مئتة مثلا نقوله في المحاسبة عندك مثلا محاسبة يبدأ معك وبعدك شفت فتحت فرع تاني أعطت له محاسبة هادي و هادي يجيب له زجح داخلين تحته هو يشاب قوتيهم وبعدك انت مثلا في الديتاي اللي كبرت بي تحضر معاه خلاص في القوتي محاسبة عندي هنا رح ندير مشروع رح ندير توسيعه رح ندير كده نروح نشاوره عندي مثلا تسيير موظفين عندنا بيام ما كله مئتين ما كله مئتين و خمسين منه عندي واحد ينشاوره هاد الشيء اسمع رح نفتح وكارتين مستورون كيفاش نديرو باش نديرو باش نديرونا فورماسيون ما تقوليش تقدر وحدك لازم لك انتوراج الشباب و هادو من انتوراج لازم كما يقولوا يعيشوا معك تجربة يحبوا ينجحوا معك وتقاضيهم عندك كما يقولوا تفيدالي زيهم باش تقولي انتايا موحاط بالنس يعطو لك الريتاك الغالط ورعه 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 ويمشيو لك الخدمة حتى تغير هادي هادي يمشيو قد تتكيل عليهم لازم تسويق ثاني هايوا بالمناسبة معنا هايوا الله هادي هي وعدنا ثاني مدير مشتريات عندك الابروفيزيون مو موهم جدا هادي التابعة لك ويزين سنترال المشتريات يكونوا سنتراليزي على هادو انتا متانا نحكو ذوك العموقات تالبيزنس هادايا انتا ذوك ركتبيع وتشيري كنوص الوقير ركتشيري الى الف واحد رويش اللي في شركة رح يصال لكم مشكلة تسير في الدرامتاعك فلنوص الوقت تسير هنا وهدو يتعاملوا بيناتهم مع الهاتف مع الهاتف الأدرام يشيري ويخرى عدلو درامتاعك ومثلت هنا تحسل التغرى لك يعني ممكن تكون الغرى فهو في حالة كينا تغرى تحسل هنا ولا هنا ولا هنا ولهنا لازم لك سيستام اللي يدخل فيه كامل لضوني هذا السيستام حبز نحكو عليه بالأعميدة لماذا يتحدث عن مدير مشتريات ثاني وش كاين مدير؟ مدير مريا المحاسبة مدير موارد بشرية مدير مشتريات زيد قلنا مدير مشتريات كاين مدير المحاسبة والمالية كاين مدير تسيير موارد بشرية وكاين المسؤول كاين مدير التسويق الماركوتينج صح هذو وقع يشتغلو في أوربي تخدم بأوربي تخدم أوربي لعزما والله احنا ارى انا معه واحد الأوربي بدينا معه جديد ارى انا نجربوه فيه ارى انا نجربوه في فعاليه هذي كما اطلق لك كل حاجة عندها مرحلة تاح انا مزحقش اوربي في دماراج لدي الاسترون واحد لازم لي اوربي لا نقدرش انا نخدم بشيات او غوغل او اسمه اكسل لا لازم لدوني ليرا احنا مع ذاك الليرا والهي يتلاقى في بلاسة واحدة نقدر نكترولهم في الزوت انا بروحي نروح للاسترون باش نشوف واحد دوني ليرا محنا ولا ليرا نمكلفه باش يدير جيسيون دو ستوك عنده لي دوني دا هذا السترون لازم يعيط لهم لي هاي باعتولو باش هو تانية سهلة عليها الخدمة قال جبت واحد مسؤول ما وردك ما قلنا دي اف سي راح تجيو المعارك بتاعه واحد يقول انت دي ليشيسيون دو ستوك عندنا كاتر استرون يخرجوا منهم لزاشة صحة باش نخدم نعيط له يباعت لي لي دوني انا افتح السيستام عندك هاوليك الفيش اللي رام نديرو به الازاشة اللي هنا ايا 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 تقدر تكنترولي مع لي فيش تيكنيك حاروسين ما نديرو نبoquنا بهتى تود كيف ننوع نبتل 90% من نبوضة لفاخaire العاية عشر كيلو من النار بالسناق 10К من ايا ا Onion عشر أطبخ نے فيها مثلا كيلو هم دارو دو Things a's بالي يجبر في شهر كيلو مساحت الفرع بقدر دوم دوبن 16كيلو و Tsigt أين باقتين ستطير tatiana حساوي ككلفshore تكنيك موسيك اللي ورأوين اacedان لدو 20 يلو نحاول نفهم ما أنا نعيد على شو كائن عندكم إيفان مورا وجيم نحن نفهم بلي كائنا سور ستوك اللي راح يندنفل الفرع هذك راح يكلفك لخسارة تقدر تدخل لذلك هذا يجب لك مع الوقت واحد اللي يكون عنده تفرع بزاف يدير او اير بي بش يقدر يعاونه في التسير هاي كش ما را قدير ضقف المستويل را فيه استراتيجي كش ما را قدير واحد يعاونه في فرعين تفل مستويل را فيه كاين كاين اللي عاوني فلسراتيجي كاين مستشار نقدر نقوله اكسبال فلسراتيجي اللي يتعامل مع الشركات كوبرا رانا نتعامل معاه في بناء الخطة خمس سنين نحن هنا ورانا ذكا ورانا حيب نكونوا في خمس سنين والآليات باش نخدموا نحقوا هادوما للأهداف هاي وكاكل حقنا لدينا المسألة الباب اللاخر لي أنا بروح حاب نفهم عليه وبزيف شباب حاب نفهم عليه ووكفش قادة له هشام يوفق ما بين السير هذا وليب هذا ومبين هو ورغو الواجهات على المطاعم هذي هذي هي سويقيا بو كيما قلت لك نعود للمطاعم اللي أولا هنا بشي نفهموا الفكرة هادية الكاين كيما قلنا لأ اسمه قلت لي شاف نصرت شاف شاف بورك هذو كتبنا واحد لسبيشاليتي مثلا شاف نصرت تبنا سبيشاليتي بليخدم الحم وهو يقطع وهو كدام لنا دوك هو اللي لازم يروح للسطنو لازم يقطع ومن هذي يدير اللي ديطاي هادو أنا في رسطنو الأول محبيش نضبطها محبيش نضرب لي إيشام كوك إكسبار في الحم وهو اللي ديزوصينا ديك الكتف دوك ان روح نحوزوا عليه نو محبيش نضبطها ديجا أصلا في البرانتا القريب ومدذكر رحنا البيزا كيف كيف أنا لي ديت البرانتا بيزا جبتموه الضائفين نخدمنا معاهم كيف يبدأنا الكونسابت نقدرنا نطيب بيزا فسعندي نطيبها في بلاستي كين شاف بيزا يولون يعني صحيح حدرت البرانتا في البرانتا في البيزا معاين إكسبار تاني في البيزا وتدينها مليح عديك ديتا يدين ما رجلتو نوية خرجنا البيزا وباك بدنا ركريتي وقال هاي كلها بيزا نحب نخدمها وعلا وعطاني البرانتا أنا عندي خبرة على الناس ويحبوا يأكلوا دلنا تعديلات خرجنا البيزا يشام كوك هاي دلوك أنا نقدر نقول لكم مش نسوي قدر روحي نعطيه لي ماشاة دلوحي تايشام كوك هو مستثمر في مجانة عرصة ونصيهم والله يبارك ما شاء الله ينجح في عدة براندات وهذا هو الوبشيكتيف تاوله هذا هو التوجه تاوله رح يكري عدة براندات مختلفين كل واحد الناس بيسالي تتاحها ويجيرهم كامل وبيدنا ينجحوا كامل هذا هو هجاب تايشام كوك لي طيبنا بيزا وندير هادوك الامور وندخل في الوبيراسيونال صح أنا لازم نكون فوق الهارم كم نقوله في المستوى تاع الهارم باش نقدر نكري هادو مالي براند وفي نفس الوقت هاد الامور كامل نران نديره فيهم ارانا نكريه في المناصب الشغل هذي امر مهم بززاف الحمد لله انه لو كان ندخل في الوبيراسيونال بزاف ارح نعطى الواحد الفائدة كبيرة عندي اعطى علي الله عز وجل انه نقدر نكريه توجر مناصب الشغل نرى لي ما نعطى الواحد فاني الفائدة الكبيرة انه نكريه بزاف مناصب الشغل قد ما نقريه بزاف فرع وننكريه بزاف مناصب شغل ونقيمه تاع بنا وخدمه نخدمه بماك شابه وبروديو شباب ونوفره العائلات الجو وشباب محترم يأكلون فيه وحتى اقصدت عنجاح شاب بالله في التسويق كيفش الفكرة تخدم على الهوك تخدم على محتوى متعوب عليه في كوتي ماركوتينج نقوم بخبرة التي اكتسبتها في اليوتيوب انستاغرام فيسبوك في السنعة في المحتوى وكنا نصنع محتوى ونضع فيديو هادي ونضع فيديو هادي ونضع فيديو نقرات وعليقات لتعمق قدرت نفهم وش من الفيديو اللي يجي مشاهدة وش من الفيديو اللي يرفع الانتباه وش من الفيديو اللي نديرو نهارا يكون مشكلة انتقاد كيفاش نرجع وش من الفاصل اللي راح نخلي هذيك الانتقاد ولا هذيك الانتقاد اللي فيها شوية انتقاد نرمي الفيديو يعود يهبط كين واحد الامور بزاف لي اكتسبتهم تدرسها بتعامل اليومي دعك في سنعت محتوى قدرت فيديو هادا مع هادا مع هادا تدي واحد الخبرة بلي هادا هو الموم ونضع فيديو بهذا الطريقة قدرت كيفاش بسكو على التعليقات ستعال ناس رايتمد لك واحد اللي باسودوني عنه كيفاش يخمو الناس وكتشكون الفيديو اللي يؤثرهم وشكون الفيديو اللي هيكلي لك مشكل بس صح في نفس الوقت عندك فائدة منو كيفاش تقدر تستغل بلي واحد الفيديو تبدأهم بطريقة و تكمنوا بطريقة كيمدنا في الفيديو تاعة أصدقاء علي عرضهم قدرت كيفاش تلفت انتيبه قال هادا الكلمة اللي هادا عدرها الناس محبوش يسمعوها وراح ينضي عليها بأوز كبير وراح في نفس الوقتة راح دراحي نبي بي بي سيدة اخرى كما ادنا في البرانت عريستو غير انو تعدد الزوجات شوال الموضوع شائك وانداد راح تقولهم ميجامكو كل بي ستين مدرد صويرة كريدو حد البلبلة كبيرة انا حطيت ما حضرت والو ودرت الدعاء عادي اكملت وخليت الناس هادا يزوج هادا ضر على مرتوط دير اضراحهم كده الفتل انتيبه في الاخر قال هاولي كليستو غير كليستو غير دوك الماركوتينج فيها كما يقولون خطة تسويقية كاملة خطة تسويقية كاملة في بزاف امور ستعمل لهم باش تقدر دين ماركوتينج تاعك ماشي حاجة ماشي يزوج هاي والحق اللي واحد محطة وان اصلا فراسي بتحب نربط ما بين الافتتاح الاخير وما بين تسويق اللي هو عبالي بالأم ربي احفظها والزوجة الكريمة وقفو معك بزاف المساعدة عبالي باليوقفو معك بزاف والفكرة التالية بين كما ادرت اذيك الجسد واناو كنت مبين مدفعين انا زوجة وتمبين اهي شام يديرها وشونا عارفه والله ايداركو الى اخيره وشيار رسالة اللي توجه الوالدة الكريمة والزوجة الكريمة ولماذبية امهات وزوجات وبنات حتى ابناء المقاولين اللي رام في الميدان يفهموا هذك المساش هاي بالنسبة كما قلت لي وشونا هدونا مقبل تاع الماركوتينج كيفش تختار انواع تالية فيديو كيفش تخدمهم هنا كنديرنا فيديو ايتي تايف تتاح ونجيب الزوجة تاعي والام تاعي هنا نستطمر انه في انه هاد الفيديو اللي بلا حيطلع بسكوه فيرتير تاستعره نبعت رسالة بتاع البرب الوالدة عاجوتي ما فرحتها بسكوه شكون ما يحبش يشوفوه ليدو ناجح نبعت لهم اذيك المساش الى هذيك انسان اللي راو يشوف بش يدير بروجي مش يغل على عجاله بلك عياء هو ما ديروش على عجلك ديرو عجل والدك باش النهار كما هدايا تفتح بروجي وتجيب والدك يفرحه معك بلك انت اشغل عييت تعاب تقول خلينا منها اي الزوجة تتسنى فيك مدابيها تفرح بك مدابيها تقول الزوجة اللي عيد دير مشروع كما هذا هذه رسالة كما يقولون نبعتها في افتتاح باش كما قلت لك اهم حاجة هي القيم كما قلت لك تخدم انت يا حاجة بشيك معدي ميصاش كما قلت لنا فيديو اصحابك اعرضهم انه انسان ما يبارك فتاح عليها ربي عندك زوملاء تاعك مدابيهم تعاونهم نحنا نقدرنا عشاء اوكي نحنا نقدرنا عشاء اوكي نحنا نقدرنا عشاء احد اخرى نحنا بك فرقات الفيديو كان عشاء مش ويادة بس كل الكونسيرت روح يشاكوك عنده روح يشاكوك عنده روح يشاكوك لازم يعرضهم اياكلوا بسرح انتايا الى كان لك اصحابك قدم ليعاونوك تقدر تعاونهم سواء مديا تعاونهم بالافكار تقدر تشغل معك في البروشيت تاعك ذلك سيرتوا واحد يكون حي بيبني مشروع اللي لازم فيها رجال انا ننصحوا انه يشوف الزوملاء تاعوا القدم ولا يتحمطوا اللي بالك تقرأ وولا تعندو محدة специاليتي هذا تشوف تكون اللي يحب لك الخير تقدر تديره معك بس قلت لحك سيرتها ماما وين انتايا ما تقوليش تحوز كافاء بك تحوز اني كنفيانس لازم لك هو واحد يعلبك يحب لك الخير لذا قلت لك قرأ وتخرجه وانا نسحقه واحد في البوست هذا نجي بدك نحطه معايا هذه هي حكيت بلي قلت يوم ما للزوجة الكريمة بلي هيشام كوك تقرأيها هذه كما قلت لك قلت لها بلي يجي نهار بإن الله وين راح ندير وهذا هيشام كوك في بلاسة تقرأي هذا حلما مسجلة وقرأتها في ولات فايت وهي اللي فكرت بها او انتالي فكرتها بها لا لا انا فكرتها على طويلة لها على طويلة قلت هاروحي تشوفي نهار دينا نلع سيني ميونس اول ناري قردنا سيني اشعلت الفتاة تقرأي تقرأيها تشوفين نهار اللي قتلك هيشام كوك حيولي على مسجنة عاودتها لها عاودتها لها في الفندوق الفردية بس كم مرة هي عاودتها لك بكو بلاسة لها عاودتها لها بلاسة لنا نسالي من الشابة ونشوفها بارتوك دي جيمس طاولي بن عاكنون ونجوز تشوفها صافي بليزي والحمد لله الله يبارك يشام حكينا على محطات تعال النجاح وممكن في هذا المحطات كينا محطوين قدر الله عز وجل حكذا جاءت جهزة حكذا فشل ولو محطة وعلا ماذا بينا نسمع عليها ونعرفوه يشبك فش عالشة نعم نعم نقدم عليك الان ماشي فاشل ما عنديش حمد الله يا رب ما عنديش مرحلة عفاشل القرارات اللي اتخذتهم وما توفقش فيهم اننا تعتبرهم باللي إكسبريانس كيما قلتلك قراني ندر في فورماسيون قول دي دي سيزيوني قدرتهم وما نندمتش عليهم بس حدث فهمت بلي لو كان نلقاه سيغة مع اللول وكان مدد بيها أحسن هذاك ميتال حلو ايش بنا قللك نحن نمع اللول بدينا البروجيه تانية كيما قلتلك بنص كين درام ونص كريدي هاكضا ومبعد ذلك المشروع تاني كيف كيف كلفنا المشروع التابيزة بزاف انو دخلنا فيه بالدين كبير وقعدنا وطولنا باش نديره الفتاح انا استيميتي بدي شهر نفتح بسعكي دخلت في الشنطيادة اللي كان واجهت زمان ندر فيه غير شوية قد بلي فيه بزاف لي طرعب وامور بزاف كلفتني ستة شهر لم يكن لديك شهر نفتح كان او مرحلة نحيون بشي بانه انا كي عندي المشكلة تعتريسية مع اللول والذي تنخاف الاسطانو بلافونتيه ومشي واضح نحبته نشوفو ايش فيه دك متخداش تحبط له الاسطانو قبل ان شهر نارشي هذاك وكيش اللي تلقت بلي فيه الاسطانو وطولنا فيه وفي نفس الوقت ما كنا شواجدين مديين باش نديرو الاسطانو قبل الاسترنا تتخدم في الاسطانو هذاك باش دخل درام مش تخدم هنا اياه مور ما خدمنا الاسطانو تاع هيش اه هيش مكو بيزا وفتحنا الاسطانو تاع الاسطانو تاع الاسطانو تاع الوتال ومدك الحقرين الحمد لله وين خلصنا الدين وبإذن الله عدنا مشروع ذو كرانين نخدم عليه تعبران كادر اياه من شاء الله دي فيروس كبيرة بين كي تبدأ مشروع بنصر دراهم واش دين ونصر ديرهم كريدي وبين دراهم كفي جيبك وتحضر استراس باززا في نقصدك انا كنت مضطر اني مور مفتحت الاسطانو اللوول تحرق لي خممت واحدة تخمام تنبع او عندك الاسطانو تحرق لك او شا حدري عند دير استناحة تبني الاسطانو مش تاعي تفتح مانا هيشام إذا جدك الوكازيون تفتح الاسطانو تفتح الاسطانو تفتح ديركتهم يتحرق لك بعيد الشر عندك الاسطانو اخر ما تحبش سي بورسات بيزا رحنا ادسي دينا فيها شوية فتحنا انا قل انو كلفتنا كما يقولون نديرو ادويون كبيرة مور ما خلصنا دينتاحة يعني نخدم على المشروع الرابع قلت ديفيرونس كبيرة ديفيرونس كبيرة بزاف بساحة مضطرة ان اخوكونا باطل طريت انو ندير منافع صوانديك بسكو علاه باش نتجاوز مرحلة انو بعيد الشر يزيد اسرالي انتي كاسر اخرى في الاسطانو كلفت نفسي هذيك يعني لو كان عاود ندير السيغة هذيك وما قل ايش ننصح تبقى المشاهد الى حبيدين بطالقة هذيك وما انو نهار يكون عندك ادراهم اكفي جيبك ترى الانتجاوز مع الموري في الحسابات يكونوا واضحين عندك بي جي بديت مشروع تبدأت بيع الان الوقت تبدأت تحسب الفيضة تحكي تكون عندك بي جي بديتو بنص كريدي ادراهم اللي يدخلو تخلص بيوم الكريدي ما جيت تضاهر لك الرؤية المالية غير ان اخلص الكريدي تاعك وضغط ويقوليني تحسر حكوك لتخلص بطل بطالقة نحن نحن تلقص بيديتو انت عبقانين انت حبويني نجي ونروح ونبيع ومنه فايدة لم توجي فيديتو نضربنا قريب عامين ونحنبالله اخلقنا دينتو عامين انا ميادة فايدة نستطيع يقولك المشاهدين يقولك اوش هيشمكوكروك تبيع لك بشكتم بالمقصود انا انتصرف هذه الفائدة لم تصرف فيها عامين في راسي عادة انا متقبل كنت نعمل عليها ونحن نعمل عليها ونعطينا عليهم كل هذه ونعود هنا نفستيوها نبني التحتيات تانية شوية شوية لازم نسيروها ونعمل عليها ونعمل عليها احتوي تلحق وينوي وينوي مدلك ذكر الله يبارك غطينا بزاف محاور في هذا اللقاء قاعدت بلك نقطة الأخيرة وهي ضدك اللايبر كايرا وكايرابور كاليتي وكل شيء ضدك بصح وهناك حاجة التي يحوص عليها عندما يزور هشام كوكتال المشعوي أو هشام كوكتال وهو هشام كوكتال كيف وجدت هذا التحدي والهاجس أنه من مطعم المطعم بعد أن تكون هنا لا تكون هنا هذا ما قلت لك معلومة أنه لم تكن بيزنس على هذا الطريق أنه سأبيع بس كون هشام كوك أنا سأبيع بس كون هشام كوكتال هذا ما سأجد عندي وانه سأجد بس كون روحوا ونصوروا معه ونبدأ لنا كل المكلمة نحتمى عنه وسير بس عيان خدمت على أنه المشروع تاقي كنت أريد أن يذهب منه يطرح كخير يضحق خرم خيراً في هشام كوكتال بس كون عنده خدمة شباب بس كون نروحوا له ونروحوا لهذاك وعنده خدمة شباب خرم هشام كوكتال هشام كوكتال لا، هشام كوكتال يعمل على أنه أنا مكشني نقوم بس كون الزابون يشري البرودوية ويشري على جهة البرودوية ليس على جهة أنا حبي يقول أنا مليح نجي نصور مع اللي كليون هنا وندي لاتورني حاجة مليحة كما يقولون اذهبون يطلبني في بلاس نروح لي عادي قال يبعتنا في الصفحة قال هشام كوكتال هشام كوكتال هشام كوكتال هشام كوكتال ويدي الصور معك يبلغون الإدارة كما يقولون المستكلفين بالصفحة نروح نقف معه نصور معه بالصح ما بني كان البيزنس اللي ما شتعيه فقط قال أنا هشام كوكتال ويبيع أخلاص لازم يجبوني هنا يجيبهم مني يشيروني يجو عندي ويجو عندي ويجو عندي ويجوهم أحمد الله شريني بردو الشباب ومن روحوش للبلاسة أخرى ما ملوكوني كوكتال بس كل خيرته هشام كوكتال ممتاز أنا غطينا تقريبا كثير من المحاور وطرحت في بالي الأسئلة التوعية بقولي زوج نقاط ونختم هذا البودكاست كثيرا خيرك النقطة الأولى هي لو الشيء راهو ضركها في بدايته وراهو يحوس على تمويل وشي هي النصائح اللي تعطيه خطرة قبل أكدت لأن المستثمر هو اللي يحتاج هذا الشيء هو اللي يحتاج يمشيلو دراغمو ويسير هملو ويخدم هملو وشي هي النصائح تاك لثمثل من هذا الشيء في إطار تمويل في إطار تمويل نصحو الحاجة اللي أولا بعد ما يعرفو بالمشروع وكليش يحضروا على كامل النقاط ليراهم جيين مستقبلا قال المتانا لانتك مثال لازم إلا كان هذا الإنسان هو اللي راح يسير هذا الشاب هو اللي حي يسير ومولم كامل تفاصيل تاعم المشروع لازم يطرع هذه النهار الأول قال أنت كمستثمر تدخل معي تتمويلني ما تقدرش تتاخذ قرارات في بلاستي بروشانمو ما تقدرش نسيره للزوج بس كيف عنيش يقول لك الشركة هلكة الشركة هلكة إلا كانت في هذه الطريقة أنه أنا شريك معك تخلنا للزوج بدراها ولا أنت مولتني ولا بس نحن نسيره للزوج أنا عندي رؤية أنه هذا الأمر ما نتاخدوش أو هذا القارار ما نتاخدوش دورك نتاخدو غدوة تتحب تتاخدوه ضك أقدرت لي مشكلة هنا يا رك عطلتني أنه واحد حاجة تحب الفيضة وتحب نربحها قال أنا يا مثلا الموظفين تعملهم بهذه الطريقة تعملهم بطريقة لحد أخرى عندك نظرة أخرى أراك كريت لي مشكلة مع الموظفين وهي رايحة كل حاجة يتخلفوا فيها كل حاجة يتخلفوا فيها قالوا إنسان إلا كان شاء روحه قادر على تسيير المشروع فقط يخصوه دراعا برك يوضح له هذا الأمر عن الأول قال أنا ندخلك معايا كم مول وتستنى الأرباح تاك ترفضهم رأس السنة ولا رأس الأسبوع ولا كباش يتفهموا بيناتهم أما قادية التسيير أنا راني قادر نصير كيف يلزم الحال أراك قابل ما ركش قابل أراك واتق فيها ما ركش واتق ما تدخلش معايا في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني ولا شعر الأول تبدأ تشوف بعد اختلالات تبدأت تعطر فيها لا نحبسوا المشروع بس كون أجاح المشروع راح يكون إلا درته بالخطة التاعي تعطينا إضافة نسمحها من عندك بسرح ما تعطنيش إلا كم يقول اتدخلت لنتايا في تفاصيل لقرارات اللي انتخذها يوميا أنا أقول لنا لازوش نديره المشروع تعيي يقدر ما ينجح هذه لازم تكون مع الأول واضح فيها وبصحة ذك تكون النقاط ما تبانيش مع الأول بس كين التكاليف اللي تبانيكم بعد تمثلا التري سيتي كيف تتعود الكهرباء نتكبلي لازم تكاليف واحدة أخرى هذه كفشية فيها مع المستثمر في رايك خليوها نقاط مفتوحة هذه حاجة ما تقدش تسنها أنه إذا ما تشغل أنت مع الأول قد تكون تاكل على الأربي وعلى بك شركة تدير كي تجي كيري تالي ما تقول لنا فيها المستثمر ما عنده ما يدير معك أروا ما تقبل ذكر هديك مثلا أنتك تدب عليه وتقولوا بلي أنا نعرف مليح المجال هذا ومتمكن منه بيعمل المائة وجباله الأوهام وما بدك هو يشوف حط دراهم ومعك أنت مارك تعرف دير حتى حاجة شغل اللي نور مامون تهي يجيب واحد أخر في براستيك ومشي تدخل معك في البروجين تبعت له أوهام تهي واحد أخر قال أنا مثلا الميكانيك نحكو ميكانيكا قال أنا في الميكانيك نطير ونعرف لي فورنيسور ونعرف لي شيروا سلعة ونفتحوا أطولية الميكانيك من بيأوروبية سندروا الريباراسيو هادي وهادي أوكي إذا خلعتوا بالأمور هادوما عراك تحملت مسؤولية حي يدخل معك سيدة مدرحمو بارابورنتي واش قتله كي يدخل معك في الميدان لكي يدخل معك في الميدان هادك ونقبل يدخل معك مدرحمو أنت ما عرفش يستغلوا ما عرفش تشيري سلعة ومشي صح عندك البورت في كريون لكي يدبت عليه حاجة أحد أخرى كي نقولوا إحنا مستثماري يدخل بضرحمو وشاب يدخل بالجهد هنا لو كان تخسر الشركة بسكو أنت ما درج الجهد تتاعك أنت تحمل خسارة هادية عمام الله عز وجل أمام الإنسان هادايا لكي يدخل معك مدرحمو تقول أنت بريماني خسر الواد أخسار مدرحمو أنت إلاء روح تلي وكما يقولون انفريانسيتو بشي دخل معك بارابور مجهودك لازم تكمل في المجهودك وتديره وتتحمل مسؤوليته كما ودخل مدرحمو تخل في المجهود ما شي غدوة آيان برك عطيني لدرحم ومشي تجيب واحدة أخرى تحطه في بلاستك وتروح بلاستكو ما توليش يجيلي للسطور لما يجيلي للشركة حنا رأيك ظلمت المستثمر هذا وهذه هي بارك الله فيك النقطة الختامية هشام 2024 وشي يقول هشامة 2010 وشي يقول ثاني في لبس توقيت لجميع الشاب يشبه هشام بدأ من تحت السفر اللي حاليا يتفرش في بودكاست وشي نقول لهشام كوك نقول له لازم تقرأ ولازم تتعلم قد ما تعلم قليل جامعة يقول بلحكة المستوين خلاص ما تزيش تتعلم مجهودية فورماسيو ما تفتح شو دنيك للناس اللي يعرفوا أخر منك هذي غلطة كبيرة ما لازمش تديرها وقد ما رأك تقرأ قد ما تكتشف بلي لازم زي تقرأ وراح تربح الوقت بزاة فيتخذ القرارات وتتطح لك الرؤية ذوك أي شاب حبي دير مشروع توجو رأقرأ كما يقولون تا وش كنا حكوا مقبل تقرأ على تسيير موارد بشارية تقرأ على تسيير الأموال تاك تقرأ على كلش باش أصلا ديجا تعرف تلكوريتي كما يقولون الصاحب المشروع لازم يكون كما يقولون كما تضمن طب يكون جينيراليست ويكون تلكوريتي سبيسياليست ذوك جينيراليست يعرف اللي عنده الحمى يعرف اللي درسة تعويته وجهه يعرف كما يقولون اللي عنده معنبالي شانيا كش مرضو حدو أخر بس حمى تخوش منك في اللي دي طيب يبدك عن سبيسياليست انت على الأقر لازم تقولون هاك دوك ما نقول لك شانا يا انت مثلا طبيب دوحت قرأ فيه نوس تدي فكرة عليه إلا حتدير شركة كبيرة نحكوه تدي فكرة على دسين مورد بشرية تدي فكرة على الترويج وما تجيب عباد لي يخدموا دوك الماهم بس حتدرك فهم أصلا وشو ما يديروا تقدير معامرين يوم في الأسبوع تفهم تعطيت لهم توجيهات أما أنه تحكم الاسبيسياليتي وتجيب أحد أخر يخدموا وتبقى أنت توجيه في الاسبيسياليتي تلك غدوى المشروع يجب المبني على كما يقول بزاف نقيقات إلا تحكم النقطة على الزوج وغاية بناء عليك بزاف نقيقات سيقول لهم نوعا ما يتحكموا فيك الموظفين رامعك بسكوا لك كامل رامع عندهم وما تكتش نقوصي معهم وإلا غابوا عليك رح يتحلك البروشيات تلك لك لازم تكون موليم بكامل تفاصيل ولو ماشي داخلنا في الخدمة تاعك هذه أعطيك الصحة هيا سيشان الله يسلمك شكرا جزيلا معرك الله فيك وقت في ناحية هذا البودكاست إن شاء الله نكونوا فدناهم شوية ونكونوا احضرنا بلوء واضحة بيد الله وفي آخر إن شاء الله الله عبر فيك شكرا جزيلا أعطيك صحة الله يسلمك أعطيكم الصحة على مشاهدة هذا البودكاست ماليكم إلا تشاركو على أوسع النطق وإن شاء الله مع الضيف القادم كنا نمعكم بودكاست رائد بريعاية شركة إن فيستي وشركة حنوتي ومن إنتاج قناة الأنس الفضائية السلام عليكم ورحمة الله معك الله فيك اشتركوا في القناة